على اخر الزمن هتتجوز خدامة يا رحيم هو انتم مش عاوزين نتجوز قديني هتجوز وريحكم لا احنا مش عاوزينك تتجوز بس احنا عاوزينك تخلف كمان وتملل بيت عيال بس الاهم انك متنساش الحسب والنسب وهديه اللي انا هتجوزها ولو مش عجبكم خلاص فضوها سيرة انت عاوز جدك يجلب علينا تاني يا رحيم ما صدقنا يا ولد يريد عنينا انا ما يهمنيش جدي ولا غيره حتى العيلة دي ما عادتش تهمني هو لولانتي انا ما كنتش رجعت هنيه ابدا استهدى باللهك ده يا ولدي واغذي الشطان لو على الحكاية الجديمة بتاعت غزل بالتعمك فهي ما كنتش تنفعك واني ما كنتش عاوزها يلا هتجوزت اللي استهيلها بص يا رحيم البلد مليانة بنتة وقال فعيلة تتمنت ناسبك شاور بس وانا اجيبها لك تحت رجليك انا قلت اللي عندي هتجوز جميلة يعني هتجوزها وعرفي جدي بك ده يا ابني الجواز مفهوش عند دي هتبجى مرتك وحملة اسمك وشرفك لازم تختار زين عشان ما ترجعش تندم رحيم اتكلم بسكة وقال هواني اختارت والخدمة دي هي اللي تناسب العيلة خلص رحيم كلامه ومشي وكريمة قالت ربنا يهديك يا ولدي ويحان انجلبك علينا رحيم حمدان المغازي كان في حكاية زمان بينه وبين غزل بنت عمه وكان ناوي يتجوزها لغاية ما فيه متفاجئ بجده على جمال ابن عمه ومن يومها قرر انه يسافر ويعيش في القاهرة ولكن جده كان بيضغط عليه طول الوقت علشان يرجع للصعيد وفي قودة تانية كان فيه بنتين قاعدين يتكلموا غزل وهزير بيقولوا رحيم راجع من مصر واحد تاني خالص داني لما شفته معرفتهوش ماله يعني تلاقيه بس مغير خلاجاته انما هيعيش ويموت ويفضل ابن حمدان اللي طفش وهج ورا الغزية انا جعدت مع نفسي فكرك ده وجلت اه لو كنت تجوزت رحيم بدل جمال اللي مفيش منه منفعة ده ياختي الرحيم ده طالع لابوه وكلها سنة ولا تنين وكان هيسيبك ويجري في الموالد بس مين جل لكم ان عم حمدان هرب مع الغزية كامل ابوكي هو اللي عرفه وجه وجال ما انت عارف ابوكي من زمان كان نفسه يكوش على كل حاجة وعشانك ده جوزني الجمال وادعمني بقول لك ايه خلاص ما تفتحش في الماضي هقال لتكوني لست بتحب رحيم غزل رجعت لورا وافتكرت زمان لما كانت بتحب رحيم من حوالي خمس سنين في أرض زراعية كانت غزل بتجري ووراها رحيم اللي بيقول تعالي هنا هتوجعي لها مش هتمسكني يا رحيم وهسبجك للدار كمان عيب عليك تجريني وراكك ده كيف العيل استغير غزل وقفت وقالت انت ايه اللي رجعك من الشغل بدر النهاردة جدك عامل اجتماع للعيلة انت عارفة انه ما يحبش حد يتأخر عليه وانت هتفتحه في موضوعنا ميته النهاردة في الاجتماع هقوله ان عاوز اتجوزك غزل اتكسفت وجريت وثبته فقت غزل من الماضي على صوت هدير اللي قالت اه يا بيتي هواني بكلم نفسي روحتي فان ما روحتش انا هجو ما روح قطي غزل ثبت اختها ورجعت لقودتها وهدير وقفت وقالت اقطع دراعي لو ما كنتش لسه بتحب رحيم ربنا يستر وما تخربش بيتك بيدك وفي قودة غزل اللي دخلت لقيت جزها جمال نايم قربت من السرير وقالت انت هتفضلك ده ما جديها نوم ما تجون تشوفلك شغلان اشتغالها جمال قعد على السرير وقال يا فتح يا عليم عاوز ايه ع الصبح الصبح ايه يا خوية ده احنا بجينا العصر انت هتفضل عطلك ده لغاية امتى انت يعني نقصك حاجة ما بويا بيجيب لك كل طلباتك لا بس انا عاوز جوزي هو اللي يجيبلي ويكون راجل وشاي المسئولية مش بياخد المصروف من ابوه اهاني عشتك ده من يوم ما تجوزتك وانك ده يلا هماليني الحالة وطلعي برا جمال خلص كلامه ورجع ينام تاني على السرير وغزل بصت له بديء وخرجت من القضى وثابته ونروح لمكان تاني في بيت متواضع كان رحيم واقف قدام جميلة وقال يا ترى انت عارفة انت هتجي معي فان ايوة ست حنام جالتلي هروح معك لبيت العيلة وقطعها رحيم وقال هنتجوز طب يعني التجوز ده هيفضل لغاية ميتة لغاية ما تجيب الولد بس احنا ما اتفاجناش عليك ده انت قلت من لول ان الجواز مش بحاج وحاجيجي رحيم نفخ بديء وقعد وحط رجل على رجل وقال ما تفاهميها يا ستة حنان هواني لسه هداد فيها انا مش فاضل واجع الراس ده اسمعي مني يا جميلة جوازك من رحيم بيه هو اللي هيحللك كل مشاكلك برضو لا شوفوا واحدة تانية تحمل وتخلف انا اتفاجت من البداية ان الجواز مش حاجيجي بقولك ايه واشوف ميت واحدة غيرك يبقى ربنا يسهلك يا بيه مع غيري اللهو الغني عن الجوازة دي جميلة مشيت ورحيم وقف في مكانه متغز وقال البيت دي مفكرة نفسها مين عشان ترد علي وتقول لك ده معلش يا رحيم بيه انا هشوف لك واحدة تانية انا قلت لهم في البيت اني هتجوز دي بقى هتجوزها طب وموضوع الخلفة ده هتعمل معها ايه اللي ما يجيش بالردة يجي بالغز بلاش يا رحيم بيه البيتة اصلا غلبانة ومش نقصة انا هشوف لك واحدة غيرها رحيم وقف وقال انا قلت دي هسيب لك يومين تكنعيها رحيم خلص كلامه ومشي من غير ما يستنى رد حنان وقالت ربنا يسطرها ويهديك يا جميلة وتوافجي وعندي جميلة اللي مشيت ورجعت البيت وكانت امها نايمة على السرير قربت منها وقالت عاملة ايه يا امها دلوقتي زي ما انا يا بيتي راجدة والمرض بينهش في في دكتور في مصر انا شفته عن نت بيكشف مجانا للناس اللي ظرفه موحشة انا حجست ويمين تلاتك ده ونروح له لا يا بيتي خلاص مفيش امل انا حالتي ما يقص منها ما تقوليش كده اكيد ربنا هيشفيك ويزيح عنك كل اللي عاوزك تعمليه ان تخلي بالك من اخواتك انتم ملكمشة لبعض يا بيتي ما تجلجيش اخواتي قبره وما بجاش يتخاف عليهم اذا كان احمد ولا مريم قطع كلامهم خبط الباب وسعاد قالت مين اللي عالباب هو انت مستني حد لا بس تلجيهم مريم واحمد خلصوا محاضرات بدر ورجعوا جميلة فتحت الباب واتفجأت بحنان اللي وقفت قصادها وقالت ايه هتطردني من بيتك ولا ايه لا يا استحنان ما تقوليش كده تفضلي دخلت حنان وقعدت على الكرسي وقالت انا جيالك في كلمتين هجلهم لك وهمشي على طول جل يا استحنان بس لو بخصوص الجواز زياها لا مش هينفع حنان قربت منها وقالت اسمعي مني يا جميلة انت من دور بناتي راحين به بنعز وهيغرجك في الهنى بعد جوازه منك بس احنا ما اتفاجناش على خلفة انا وفقت في اللول بس عشان هيبجى جواز على ورج بس انت لو خلفت منه هتبجي كل في الكل ومش بعيدة تبجي راسك براسك كبيرة انا ولا جد علت المغازي ولا زيهم احنا ناس غلبة ماشيين جنب الحيط بس راحين به مصمم عليك وجل انه عاوزك جلله انه صرفت نظر عن الجوازة دي البنات مالية البلد خليه يشوف وحدة غيري وعند احمد ومريم اخوات جميلة احمد واقف يبص في ساعة وقال عاوز اعرف ايه اللي اخرك كده بجل نص ساعة واجف مستنيكي كانت فيه واحدة زملت بتشرح لي المحاضرة اللي فاتتني الاسبوع اللي فات طب كنت عرفيني بدل ما نواجف ملطوعك دي خلاص يا عمي ما تزعلش جويك دي اهاني خلصت هو جاي وراك مريم وحمد نشيو واحمد اتكلم وقال استنادي اخر سنة ليا في الجامعة مين باجا اللي هيبجى يوصلك ويرجعك هبجى روح واجي مع زميل بقولك ايه ما تجي ناكل سندوتشين من الرجل اللي هناك دي طول عمرك بتحب العك اصبري كلها ساعة ونرجع البيت بجي كولي انا جعانة جوي وبصراحة الكبدة بتاعته ريحتها واصلالي لغاية هنه امر لله تعالي بس اعمل حسابك ان انت اللي عزمان وماله تعال بس وساعة الحساب نبجى نشوف وعالجانب التاني كانت سلوى وصمر اخوات رحيم وقفين من بعيد وصمر قالت اه هو دي احمد اللي قلتلك عليه لا باين عليه محترم بقولك ايه هو يبجى من عيلة مي لا معرفاش كل اللي عرفه انه شطر جوي وبيساعدنا في الشرح ده حتى عطاني ملازم وملخصات تساعدني في المذاكرة لا بادة ده شكل الصنارة غمزت من زمان ما تفاهميني وتجوريلي حكاية ايه ولا حكاية ولا غيره احمد شاب محترم وبنات الدفعة كلها تتمنى هي مين اللي معاه دي ده الوقفين يتحكوا ولكنهم في الحرم الجامعي دي ماري مخطو طول الوقت كانت بتبجى معاه ما يسبهاش هبدا طب يلا بنا نرجع ام اتكلمتني من شوية وجالتلي ان رحيم هيتغدى معانا النهاردة هو رحيم ناوي عيش معانا هنيه من تاني انت ناسية جدك واللي جاله ان الورث بصد الجواز وهو رحيم هيتجاوز مين تلاقيه عاوز يتجاوز واحدة من القاهرة مكان مكان عايش لا انا سمعت ان هيتجاوز من الصعيد عموما تعالي نروح وامك اكيد عارفة وهتقول لنا وعند مريم اللي كانت وقفة وقالت اجده مريم التنكب نجاح يلا باجا حاسب وتعالى ورايا استني هنا خمس سندويتشات على اساس الحساب معاك يا عمي يعني انت يرضيك اطلع فلوس وحاسب وانت موجود طب الناس تقول عليك ايه طب انا هطلع الفلوس وحاسب ولما نركب العربية تبجي تحاسبين طبعا طبعا دي مش عاوزة كلام يلا بس خلينا نروح جبل المغرب الجدة عثمان كان قاعد ورا مكتبه وكريمة وقفة قدامه وقال عملت ايه مع ولدك يا كريمة ناوي يتجاوز ميتها الرحيم عاوز يتجاوز بيتك دهم البلد اسمها جميلة كويس انها مش من بنات مصر وإلا ما كانتش اهتفها مع ويدنا ولا نعرف لها اصل من فصل بس يعني البيت دي ملهاش عيلة انا اتكلمت معاك تير يسرف نظر واشوف لعروسة مرضاش ملهاش عيلة كيف مكتوعة من شجرة يعني ولا ايه هي مين البيت دي الرحيم عاوز يتجاوز جميلة بيت سلطان المحمد عثمان وقف وضرب الارض بعصيته وقال خدامة عايتجاوز الخدامة اللي كانت بتشتعل هنا في الجسر والله قلت له يا عمي انه بعملته دي بجعيز يخلينا مسخة في البلد ويدحك علينا الناس انا عارف زيني ان اختار البيت دي بالذات عشان يفرج علينا الناس وعشان يتحداني انا قلت لك يا عمي راحيمك في حمدان ما بيجيش بالغصب وعشانك ده اديني فرصة عجله واشوف لاني عروسة تانية انت تاخذ بعضك دلوقت وتطلع على بيت سلطان وتشوف البيت دي غراضها ايه حاضر اللي تشوفو يا عم عطاهم خبط الباب ودخل كامل اللي قال ايه هو فيه اجتماع مغلق واني معرفش كريمة بصت له بغيز وبعدين قالت انا ماشي يا عمي يلزم خدمة لا شكرا يا بيتي رحي دلوقت للبيت دي وبجي تعليع عرفيني جالت لك ايه كريمة جت تخرب بس تكامل واقف قصادها وقال ايه اذا جدت الشياطين ذهبت الملايكة مفيش حتى ازايك يا ودعامي معلش اصلاني مستعجلة واسع للطريق كامل قرب عليها وقال لساكي بتخاف مني ومش عاوزة تقف في المكان اللي اني فيه انا ما بخافش غير من ربنا اما العبد فما يستهلش اني خاف منه اني شايف ان الرجاع ابن الجو جلب الجوي كريمة كانت لسا هترد عليه بس اقطاهم صوت وصمان وقال سب التعمك وتعال اهنها عاوزك في حاجة كامل بعد عنها وكريمة خرجت وقفة تتناهد قدام الباب وهي حط قديها على قلبها وقالت ربنا ينتجم منك يا كامل وتشرب من نفس الكاس اللي بتسجيل الناس اطاها صوت سناء مراد كامل اللي جات وقالت امال عمي كان عاوزك في ايه هو هيكتب الورث لرحيم صح اطميني عمي مش هيرجع ورث رحيم الا لو رحيم تجوز بنات العيلة مفيش احلامينهم ورحيم راجل يملى العين خليه يشاور ويتجوز ماني لسه بتكلم معاه في الموضوع ده ربنا يسهل كريمة خلصت كلامها ومشيت وداخل المكتب كامل قعد على الكرسي وقال يا حج انت كبرت وما بجتش تقدر توجف مع العمال زي زمان اديني ورج البضعة وانه اجف مع العمال وقت التخزيط عشان تاخد البضعة وتباها لحسابك زي ما عملت جبل سابك مش كده؟ الله يا حج دي كانت وزت شطان وراحت لحالها وبعدين انا ولدك يعني لو مش هتصق فيها هتصق في مين؟ سيبك من الكلام ده عملت ايه مع ساعد ولدك اللي كل يوم والتاني صهران للصبح انا جبته وزعجته بس طلع مظلوم صهران مع زملاته بيذكره ابنك مرفض من الكلية يجي اكتر من سنتين وما بيروحش كامل اتوتر ووقف وقال ايه الكلام ده؟ لا مش حجيجي ايه الحج ولدك بدل ما يضيع ده لو ما كانش ضع فعلا وفي بيت جميلة دخلت جميلة قلت مريم واحمد اللي كانوا وقفين يتخنقوا وقالت انتم مش هتبطلوا العادة اللي فيكم دي ايه ما بتزهجوش من الخناء اختك اللي نصابه جالتلي عزماني على كبدة هو بعد ما اكلنا وجه وقت الحساب جالتلي ادفع وانا حسبك بعدين وطبعا خلعت كالعادة ايوة شفتي ده اني صرفت كل الفلوس اللي كنت هكمل بها الاسبوع حد قاله ياكل معايا كان ممكن يسيبني اكل لوحدي تسداجي انك تفسه طب ايه رأيك اني هاخد الاربعين جنيه انا هاخدهم يوه ده انتم يدفتلكم بلاد المهم يلا الوكل جاهز خلينا ناكل عشان تلحك تروح الصيدلية يا احمد احمد افتكر الصيدلية اللي بيشتغل فيها وبصف ساعته قال انا انسي الدكتور ايمن جلي عاوز يمشي بدري وعنده مشوار يا دوبك اروح له بسرعة احمد كان رايح ناحية الباب وتكلمت جميلة وقالت له هاستنى طيب مش هتكون لك لجمة الاول عقابا للزفتة دي تبقى تيجي تجيب لي الوكل هناك يلا سلام احمد خرج بسرعة ومريم قالت ده بيحلم انا مش هواديله حاجة خلي عندك دم ويلا جدامي خلينا نتغدى وتروحي لاخوكي زي مجال جميلة ومريم قاعدوا ياكلوا وتكلمت مريم وقالت بجالك يومين ما روحتش بيتي المغازي خير سبت الشغل هناك احمد فضل يزن علي وانا جلت ريحه ايك ده احسن اني كمان شفت مكتبة هنيه جريبة هشتغل فيها بعد جمعتي وكنت عاوز اقول لأحمد اللي ريحك بس لو تعب عليك بلاش لا مش تعب وبعدين احنا مصارفنا كتير بسبب الجامعة ربنا يوفقكم يا رب قطع كلامهم صوت الباب ولما جميلة فتحت كانت كريمة اللي قالت ايه هتسيبيني واجفة عالبابك ده لا طبعا يا هانا اتفضلي ده حتى البيت مش جد المجاة دخلت كريمة وقالت كويس انك عارفة انه مش جد المجاة جميلة فهمت مغزة كلامها وقالت اتفضلي وهروح اعملك شاي ورجع ملوش لزوم اني جاية جل الكلمتين ومشي اتفضلي خير ان شاء الله انت عاوز ايه من ولدي وهعوز منه ايه يعني لا انت فهمة زين كلامي رحم ولدي عاوز يتجوزك واني ردي واصله جابلك ده وجلت له له مش هتجوز كريمة استغربت وقالت انت رفضتي ولدانا ليه هو انت متعرفش انت مين وبنت مين لا اني عارفة زين انا مين وبنت مين كمان هو اللي انسيتي سلطان اللي اخدته عرج وشجاه ومات بحصرته ده انت ناوي على انتجام باجة ولا انتجام ولا غيره المنتجم ربنا ابنك اللي جاني وعرض علي الجواز واني جلت له له مش هتجوزك وروح اسأله كريمة برصت لها بغيز ومشيت وثبتها وجات مريم وقالت مش دي كريمة المغازي ايه اللي جايبها هنه سبت منها دول ناس فاضية مفكرين زيهم خدمين الجرش الله الغني عنهم وعن اللي يجي من وراهم بس يعني مش فهمة جاي لغاية هنه ليه تكونش يعني عاوزك ترجع لخدمتهم ما تحطيش في دماغك تعالي زمان الوكل بيرد دخل احمد الصيدلية وقال معلش يا دكتور ايمن اتأخرت عليك كنت ناسي خالص انك عاوز تمشي بادري ولا يهمك انا اصلا لسه معي وقت الفرح مش دلوك انت معزوم في الفرح اللي جنبنا هنه هي ايوة اخو العريس يبقى صحبي ولازم اروح اعمل الواجب كلك واجب يا دكتور طبان يا دوبك هروح البيت اغير هدومي واروح ولو عوزت حاجة ابقى اكلمني ايمن مشي ودخل سعد ابن كامل المغازي وهو بيتلفت يمين وشمال احمد قرب منه وقال له نعم عاوز حاجة معينة سعد طلع ورقة وفيها اسم الدوة وقال عاوز الدوة ده احمد قرأ اسم الدوة وقال الدوة ده جادول ما بيتصرفش غير برشدة الطبيب لا مان الرشدة ضعت مني هاته وبعدين بجي شوف الرشدة فين للأسف مش هقدر ادهولك ده ممنوع سعد لمسكه من هدوم وقال له بتهديد هات الدوة من سكات بدل ما زعالك اني مش شايف جدامي احمد زقه بعيد عنه وقال له الصيدلية فيها كاميرات ولو ممشيتش دلوك انت اللي هتزعل لاني هطلع عالجسم عمل لك محضر اني همشي بس نسرنا نتجابل تاني سعد ميشي وهو بيتوعد لأحمد اما أحمد اللي وقف وقال عايل جبان البرشام لحز دماغه دخلت مريم بالاكل وقالت اتفضل الاكلة هو يكشي يطمر احمد قعد وقال اني مش جاعة دلوك هبجاكل بعدين لا كل دلوك عشان اخد الفرغ معي وانا مروح بقول لك ايه لا بالعكس اني ضميري مرتاح جدا جدا كمان دخل ايمن وقال ازايك يا مريم مريم اتكسفت وقالت الحمد لله دكتور ايمد اني همشي باجا يا احمد ولو احتشت حاجة ابجا كلمني جريت مريم وخرجت من الصيدلية واحمد قال هو في حاجة نستها ولا ايه لا مفيش اني كنت واجف مع واحد زميلي وقلت اشوفك لو عاوز حاجة قبل ما امشي لا شكرا اتفضل انت ايمن مشي وراح ورا مريم وناده عليها وقال لها تحب اوصلك انت كده ولا كده في طريقي لا شكرا البيت جريب مش بعيد انيسة مريم ممكن اتكلم معك كلمتين وقفت مريم وقالت لاحظ ان انا في الشارع مش عاوزة حد يجيب سيرتي قطع لساني اللي يجيب سيرتك بكلمة اني بس عاوز رد منك موافقة علي ولا لا اني قلتلك رد جابلك ده اني مش بفكر في الجواز دلوك انا عاوز اكلم اخوك احمد وكنت عاوز الرد الاكيد واني قلتلك ردي اني مش هتجاوز غير لما اخلص كليتي بعد اذنك ويا ريت ما تناديش عليك ده في الشارع تاني مريم مشيت بسرعة وثابته وايمن فضل واقف شوية سرحان وبعدين راح على بيته وفي بيت المغازي دخلت كريمة وهي متعصبة شافتها سلوة جريت عليها وقالت ملك يا ماما فيك حاجة كريمة كانت رايحة جاية وقالت بغيس بجا الخدامة دي ترفضي بنانا هو رحيم فين رجع ولا لسه ايوا رجع جابلت وانا رجع مش جامعنا وصمر وجالوا انه طلع يغير هدومه ونازل عشان نتغدى سوا كريمة مردتش عليها وراحت على قوضة رحيم ولما فتحت الباب اتفاجأت لما لقيت غزل نايمة على السرير ها انت تجننت يا بيت ايه اللي من نايمك هنا غزلت وطرت وقالت اني كنت بنضف القوضة وحسيت بدوخة جلتة ريح شوية لو ات كريمة شفايفة وقالت غزل بيت سناء تنظف ليه من جلة الخدم وبعدها معاك يا بيت سناء عاوز ايه من ولدي عاوز ايه بس يا مرات عمي اصل جدي جال ان رحيم هيعيش معنا هناها على طول هو صحيح هيتجوز يا مرات عمي ما لك انت يتجوز ولا لا خليك في حالك اني كان غرضي بس المصلحة عموما ان خلاص بجت كويسة وهروح قبتي اعطاهم دخول رحيمي وقال هي مش دي قطي برضو ولاني بيت هيقلي غزل ابتسمت وقربت من رحيم وقالت له ازايك يا رحيم اني كنت بنظف لك قطك وبغير لك ملاية السرير مش عاوز حاجة تاني لا شكرا روح انت يا غزل وتاني مرة ما تجيش تدخلي قضة ولد هو لما يعوز حاجة هيطلبها مني او من اخواته البنات اني كان غرضي ساعد غزل مشيت وكريمة قربت من رحيم وحطت ايديها على كتفه وقالت اوعى يا رحيم تجع في شباك الحية دي من تاني حية ايه يا اما وشباك ايه هي اصلا مش في دماغي جدع يا ولدي انا عارفاك راجل واللي ما ترضهوش على اخواتك ما ترضهوش على حد كلمتي جدي عشان روح نخطب العروسة عروسة ميه جزدك على جميلة ايوه هي جميلة انا رحت لها وجيت من عندها وارجبت كد السمسمة دي جالتلي انها رفضتك مفيش حد يجرق ان يرفض رحيم المغازي وهي اصلا ما يفرجش معايا رأيها كريمة ضربت على صدرها وقالت ايه هتتجوزها غزب لو وصلت الغزب مش هيفرج معايا وهتجوزها واقصر رجبتها كمان لا بجا انت كدها عايز تموتني بحصرتي عليك بجا بعد السنين دي كلها عاوز تتجوز خدامة وكمان هي مش عاوزاك ما يهمنيش المهم ان انا عاوزها كريمة قعدت ومسكت راسها وقالت حرام عليك يا رحيم ما توجعش جلبي ده لي واستني اليوم اللي هافرح بيك فيه من زمان رحيم قعد على ركب قصادها وقال هو مش انتي بتحبيني وعاوزاني سعيد ايوة يا والدي بس مش تتجوز خدامة ما عادتش خدامة لانها بجوازها مني هتبقى ستة دار دي وبرى القوضة غزل وقفت وتنهدت بحب وهي بتبتسم لما شافت رحيم مسلمت عليه جات هادير اختها وقالت يا مصبتي انت ايه اللي مطلعت من قوضة رحيم غزل مسكت ايد هادير وقالت تعالي بسرعة ندخل قوضة جبل ما حد يسمعك هادير وغزل راحوا قوضة هادير وقالت كنت واكفة عند قوضة رحيم بتعملي ايه يا غزل غزل طلعت يشرت من بتوع رحيم كانت مخبيا في هدومها وقالت رحته لسه زي ما هي ما تغيرتش تعرفي انه كان وحش نجاوي ضربت هادير على صدرها وقالت يا مري انت تجننت يا غزل ويتكوني عملت حاجك ده ولا كده ما هي اللي ما تتسمع اللي اسمها كريمة جت وبوزت كل حاجة يا لهوي يا لهوي لو راح تجلت لجوزك ولا لجدك دي هتبقى مصيبة غزل قعدت على الكرسي وسرحت بخيالها وقالت ولا حد يقدر يعملي حاجة وبعدين انا كنت بنضاف للقوضة ايه كفرت وعند جميلة اللي كانت قعدة سرحانة في قوضة امها وقالت مالك يا جميلة سرحانة في ايه مفيش يا مام انا حجزتلك عند الدكتور اللي قلتلك عليه ويومين بالضبط وانسفر انا وانتي طب واخواتك هنسيبهم لوحدهمك ده هم مش صغيرين ما تجلجيش عليهم طب انتي معاك فلوس للصفر ده ايوة معايا الحمد لله انا كنت محوشة مبلغك ده قلت الوقت حوجة وهجه وقته معلش يا بيتي احنا متجلين عليك جوي ولا متجلين ولا غيره وانا يعني عملت ايه وبعدين احمد دلوك بجراج للبيت هو اللي بيشتغل وبيصرف عليه يعني ان اللي بجيت عال عليه من زمان واني كان نفسي تسيب الخدمة في بيت المغازي احنا مش بتوعك ده كان نفسي لاجي الورج اللي يسبت حاج ابويا وفلوسه لما كان مشارك عثمان زمان اكيد عثمان حرج الورج ولا رماه مش معجول يحتفظ بيه والحاجة هيرجع لصحابه في يوم الايام وحتى لو ما رجعش كفاية اني شفت عائلة المغازي بيأكلوا في بعض بسبب المال الحرام اللي اكلوه منه وفي قودة كامل وسناء كانت سناء قعدت بخ السلم في ودان جزها وقالت له ابن كريمة راجع وشكله كده هو اللي هيكوش على كل حاجة من ميتة يعني وابويا بيرضى عن حد وبيفرط كده بالسهل في الورث جالبي حاسس ان كريمة تكون سحرة لعم ولا عملاله حاجة هي الوحيدة اللي راضي عنها وعن عيالها هو فين سعد انا مش شايفه هنيه بجالي كم يوم يا حب تعيني كل يوم والتاني سهران مع اصحابه وبيذكره ربنا ينجحه ابنك صاجت يا سناء ده بجاله سنتين مرفوض من الكلية سناء ضربت على صدرها وقالت ايه اللي بتقوله ده لا طبعا مستحيل اهل اللي سمعت ايه روحي وشوفي ولدك بيعمله وبيروح فين كل ليلة دخل رحيم المكتب بعد ما جده بعتله وقاله نعم يا جدي هادير جات وجارتلي انك عاوزني اجعد يا ولدي خلينا نتكلم رحيم قعد على الكرسي وقال اتفضل يا جدي ايه رأيك فهادير بتتعمك؟ بيت الزينة ومن لحمنا واحنا ما نرمش لحمنا للاغراب رحيم فهم عثمان نوي على ايه وتكلم وقال هادير زي اختي صمر وسلوة تمام مفيش فرج بينهم وبعدين انا اخترت خلاص اللي عاوز اتجوزها تكسد الخدامة اللي ولا تليج بيك ولا بعيلة المغازي تليج ما تليجش او هي دي اللي انا رايدها وهتجوزها ومش هتجوز غيرها انت بتعصان يا ولد لا مش بعصاك بس هي دي اللي انا عاوزها ومش ناوي اتجوز واحدة تانية ومن وراء الباب غزل سمعت وتصدمت وجريت طعيات فقودة هادير اللي قالت مالك في ايه بطعياتك ديه ليه؟ رحيم هيتجوز عاوز يتجوز جميلة الخدامة وانت زعلان انه هيتجوز ولا زعلان انه هيتجوز الخدامة لا انا مش عاوزا يتجوز وانت مالك يتجوز ولا ما يتجوزش ما يخصكيش هادير انا لسه بحب الرحيم وهموت لو شفته مع واحدة تانية انت تجنينتي يا غزل انت ناسي انك لازم تراجل وهو فان الراجل ده اللي مجضيها ليل ونهار نوم يا امه بيروح يسد خانة في المزرعة ساعتين ويرجع اهو راجل وانت اللي اخترتي محدش غصبك عليه لا مخترتوش هما اللي اجبرونا تجوزوا لا محدش اجبرك انت اللي حلية الفلوس في عينيك بعد ما سمعت ان جدي جال انه مش هيخلي رحيم يورث والورثة هيتوزع علينا احنا وعيال عمنا غزل رجعت بذكرتها لقبل خمس سنين لما كانت وقفة مع رحيم وقالت جدي طلب يد للنهار ده الجمال وادعمني ايه اللي بتقول ايه ده ده ننكلمه عليك وكان موافج معرفش يا رحيم انت هارف اني مش هقدر اقول لجدي له انت موافجة تتجوز جمال لا طبعا مش موافجة انت هارف اني مش رايدة غيرك بس جدي مصمم خلاص لو صمم بحج يبقى تعالي معايا على مصر نكتب هناك وتعيش معايا هنعيش منين وجدي مش هيديلك فلوس ولا ورث اني كنت بشتغل ومعايا جرشينك ده تعالي نبدأ بيهم والله الغني عن جدي وفلوس مش هقدر اعيش في الفجر يا رحيم بعد ما تعودت اني عيش هنا يبقى انت بتخسريني يا غزل واختارت انك تتجوز الجمال مش انا اني مش عارف اعمل ايه ولا تعملي ولا غيره جدامك يا بيت الحلال لاخر الاسبوع هاجي هنا ولو رايدة تعيش معايا يبقى تحضري شنطتك وتيجي ولو مش رايدة خلاص خليكي وتجوزي جمال رجعت غزل من ذكرياتها وهي بتعايت وقالت يا رتني ما تجوزته يا رتني كنت سافرت معك يا رحيم يا لهوي لو ابوكي سمعك ده مش بعيدة يكتلك اهو يكتلني ويريحني من المرار اللي انا عايشة فيه ده ربنا يهديك يا غزل واتطلعي من دماغك الوهم ده وعندي جميلة اللي راحت بيت الستة حنان وقالت انا جيتلك عشان بعتلي وقلت انك عاوزاني في شغل انا بعتلك عشان نتكلم هناه بعيد عن امك واخواتك لو هتتكلمي في موضوع ابن المغازي فوفر الكلام احسن يا جميلة سداجين انا عاوزة مصلحتك وغرض ان اشوفك سعيدة الباب خبط وحنان فتحت ورحيم دخل ولما شاف جميلة بصلها من فوق لتحت وقال اعملي حسابك انك هتوقف جع الجواز والجاز ما فجرة جابتك وقفت جميلة وربعت ايديها وقالت لا انا مش هوافج واللي عندك اعمله وبعدين انا جاية للستة حنان انت ايه اللي جابك هناه رحيم بصل حنان وقال هملينا الحلنا شوية طيب انا هروح اعملكم شاي ويا رب تتفجو حنان خرجت وجميلة قالت انا كفاية ان رفضت ابن المغازي اتكلم رحيم بغز وقال لها ده انت كنت واخداني لها بباجا سميها زي ما تسميها المهم اني واقفة هو جدامك وبجولك اني مش عاوزاك يا ابن المغازي عاوزة كام وتوافجي فلوسك دي ممكن تشتري بها اي حاجة تانية اللي انا رحيم مشي خطوتين ناحية الباب وقال هجيبك رقع تحت رجلي وانتي اللي هتتحيل علي انا اتجوزك هو لا عشوة لا كان اللي يعمل فيك ده غزل كانت وقفة قدام جمال وعفريتي الدنيا بتتنطط قدام عينيها وقالت طلجني يا جمال انا مش عاوزاك عاوز انا طلجك عشان تتجوز رحيم مش اجدهت ملكش صالح بيا طلجني انا عاوزا خلفه من حاجة بقى ام زي كل الستات وانا اعملك ايه منتل لارد بور مش عارفة تجيب حي تتعيل اخر مرة روحت للدكتورة جالتلي اني ما عنديش مانع للخلفة واني انت اللي معيوب مش انا جمال رفع ايدي ونزل على وشها وقال لها جللت الرباية اتقول اجده علي لو عندك كرامة طلجني وسيبني مش هطلجك يا غزل وهسيبك اجدهك في البيت الوقف وهتجاوز عشان اعرفك اني معيوب ولا لا غزل بصتلي بكره وقالت انت نسيت اني فضلتك على رحيم وتجاوزتك انت جمال مسكها من دراها وقال لها انت تجاوزتيني عشان انت ماتي في الفلوس كنت مفكرة اني جدي مش هيكتب ورسل رحيم اني اني ما عملتش كده ابويا اللي غصبني جمال زقاها وقعدت في الارض وقال يبقى تروحي لابوكي وجلل ولو راجل يجي يطلجك مني سمر كانت رايحة الجامعة ولقيت سلوى قعدة في جنينة البيت راحت عندها وقالت ايه ما شفتكيش على الفطار يعني صحيت بدري وعملت الفطار ليه انا وراحي اه صح هو فين اني بجالي يومين ما شفتوش خرج من شوية جالي اني وراه كم مشوار انتي مش رايحة جماعتك ولا ايه لا النهاردة ما عنديش محاضرات هاجعو دا ذاكره نهتو للنهار طيب ربنا معاك انا هروح عندي اول محاضرة بعد ساعة ويا رب الحاجها روحي وخلي بالك من نفسك سلمه على بعض وصمر مشيت ومن بعيد كانتها ابن عم السلوى واقف بيرقبها واني مليانة حب وعند رحيم اللي كان ماشي بعربيته استغرب لما شاف جميلة ماشية هي والدتها اللي كانت تعبانة وجميلة قالت خلاص يما هنتهي كلها شوية ونوصل لمحطة القطر خلاص ما جدراش امشي خلينا نجعد شوية نستريح وبعد نكمل القطر باجي عليه ربع ساعة معلش يما تعالي على نفسك شوية ماهو لو كنت لجيت عربية توصلنا والله ما كنتش اتأخرت وقف رحيم بعربيته ونزل منها ورح لهم وقال تعالوا ركبوا معايا وانا وصلكم ازايك رحيم بيه معلش هنتعبك معانا ولا تعب ولا حاجة اتفضلها ووصلكم ها رايحين فين جميلة مسكت ايد امها وقالت لا ملوش لزوم احنا رايحين لحلنا ومش محتاجين حد يوصلنا جرائية جميلة ما انت شايفاني تعبانا ومش جادرة دوس على رجلي محصلش حاجة لو ركبنا معاه رحيم مسك ايد سعاد وراكبها العربية وقال جوليلها يا خالتي ولا تكونش تفكرة اني هاختفكم جميلة ركبت وراهم وسعاد قالت تخطفنا ايه يا ابني ده انت الخير معاك يزيد ها رايحين على فين وصلنا لمحطة الجطر اصلا وجميلة مسافرين للقاهرة بيقولوا فيه دكتور هناك كويس وهيتبع حالتي اني كمان مسافر لمصر اصلا عندي كم شغلك ده قلت اقضيها وارجع اخر النهار يبجى خليكم معايا في العربية بدل زحمة الجطر لا شكرا مش عاوزين احنا دفعنا حاجة تذاكر رحيم اتجاه الجميلة وبصل سعاد وقال لها ايه رأيك يا خالتي الجطر زمانه بجمليان وزحمة يعني مفيش مكان تحط رجلك هواني مجدرش عالواكفة ايه رأيك يا جميلة رحيم قطعها بسرعة وقال يعني هي يا جميلة هتقول ايه بصي مفيش اعتراض اني خلاص طلعت على الطريق جميلة قربت من رحيم وقالت بصوت واطي ما تفكرش اني هشوفك شهم ووافج على الجواز عشان اردلك المعروف رحيم رفع صوت وقال مش بمزاجك هتوافج غصبة عنك اتحرجت جميلة وسعاد قالت توافج على ايه يا ولدي ما تشغليش بالك لو عاوزاني ريحلك الكرسي وتنامي جوليلي يبجى قطر خيرك يا ابني غزل كانت رايحة جاية وحط قضيها على وشها وقالت بغضب بجاني جمال يمدي يده علي هو كان يطول يتجوزني طب ايه ديك ده وجعودي وجوليلي انت قلت له ايه خلت له يتعصب كده قلت له ان عاوزة خلف عاوزة بجاء ام وان نلعب فيه ايه اللي قلت له ده ما يصحش تعملك ده مع ابن عمك وجوزك هقومال ايه اللي يصح احنا متجوزين من اربع سنين والدكاترة جالت اني ما عنديش مانع وهو اللي مش رادي يكشف وظهور رحيم هو اللي عمل فيك ده صح وخلكي تفتكر انك ما خلفتيش يوه رحيم مش رحيم انا هتطلق انت حرة روحي لابوكي ويقوليلك ده ويشوفي بقى جابوكي هيقولك ايه غزل قعدت وعياطت وقالت هقابويا هقابويا هو السبب في كل اللي حصل لولا بن غصبني على الجواز كان زماني دلوك مرة رحيم اسمعي مني يا غزل انت أختي وانا خايف عليك ما تخربش على نفسك جمال مش وحش للدرجة دي ورحيم ما عدش بيفكر فيك انا بكره جمال وما بجتش عيزاه اشبعي به انتي زنبك على جنبك بس ما ترجعيش تندمي وتنعي حظك سلوة كانت قادة في الجنينة تحت الشجرة وهي مسكة كتابه وبتذاكر جي حد من وراها وحط ايديه على عنيها وسلوة قالت انتي عارفة يا صمر اني ما بحبش الحركات دي لو مش رايحة الجامعة سيبيني بجا زكر هنا رد عليها صوت رجولي وقال لها وحشتين يا بنت عمي صوت انفسه اللي كانت قريبة منها كانت مخوفها اتنفضت وبعدت عنه وقالت طاها انت ايه اللي جابك هنا جزد انت رجعت ميت ابتسم طاها وقعد وهو بيمسك كتابها وبيقلب فيه وقال لها لست رجع دلوك واني داخل شفت الجعدة تحت الشجرة جيت اسلم عليك يمكن اكون وحشتك زي ما وحشتين طب روح من هنا قال لحد يشوفنا سوا طب ما يشوفنا هو احنا ايه مش مخطوبين سلوة وقفت وقالت لا مش مخطوبين وبعدين انا قلتلك تشيل الموضوع ده من دماغك ليه باجا ان شاء الله انت كنت بتتحججي برحيم ورحيم رجع يبجى ايه لازمتها التأجيل عاني لسه بدرس وما بفكرش في الجواز دلوك طه قرب منها ومسك دراها وقال لها سلوة انت في حد تاني في حياتك جوليلي عشان اكفف عمره سلوة نفضت ايده بعيد عنها وقالت عيب اللي بتقوله ده انا مش بفكر في الحاجات دي وفي الجامعة احمد خلص محاضراته وكان خارج من الجامعة وقابل صمر اللي كانت دخلة وندهت عليه وقالت له احمد استاذ احمد كنت عاوزك تشرح لي حاجك ده مش فهماها لو مش ضرورية تقدر تخليها اليوم الخميس اهل لما باجت طلبة تتجمع واشرحها والكل يستفيد بصراحك ده انا كنت محتاجاها اصلي مش عارفة ذاكر خالص وبعدين احنا لسه في اول اسبوع لسه بدري على يوم الخميس احمد بص في ساعته قال طب لو بكرة هيبجي عندك مشكلة يعني ممكن ما احضرش محاضرات النهاردة وابجي انجيلها من زميلي انا عندي شغل دلوك للأسف ولازم اروح وكمان عشان مريم النهاردة سايبها الوحدة طب عموما يعني لو عندك وقت بكرة ما عنديش مشكلة خلاص تقدري تبجي تكتبيلي رقمك في ورجة واني هبجي خلي مريم تكلمك وتقول لك نتجاب الميتة لا ملوش لزوم اكيد هشوفك بكرة بعد ما خلص محاضراتي ما احنا وسنة رابعة بنخلص في نفس الوقت احمد وصمر خلصوا كلامهم وكل واحد مشي في طريقه بس صمر وقفت وقالت يا ترى هتحس بيا في يوم الايام ولا هتفضلك ده مريم كانت وقفة في المطبخ بعد ما حضرت الاكل وقالت اما انت يا بيت يا مريم عليك شوية اكل تسلم ايدك مريم دقت الاكل وقالت اوبا نسيت الملح اما حط شوية الحمد لله اني دقته قبل ما احمد ييجي وياكل كان زمانهم بهدلني احمد اتصل على مريم وقال بجولك يا مريم خلصت الواكل ايوة خلصت ومستنياك نتغدى سوا لا تعليلي الصيدلية بالاكل الدكتور ايمن هيمشي بدر النهاردة وعاوزني مكان خلاص تمام هجيلك وبالمرة اجعد معاك لغاية ما ماما وجميلة يرجعوا من الصفر وبعد وقت مريم حضرت الغداء وراحت الصيدلية واتفاجأت لما لقي الدكتور ايمن موجود اتكسفت منه وقالت هو احمد فين انا كنت مفكرها هنه احمد خلاص على وصول استنيه انا كنت جايباله الغداء وعموما انا هستبدو الغداء وهمشي احمد كان جايلي ان جميلة اخدت الحجة وسفر القاهرة وانت هتيجي تجعودي معا هنه في الصيدلية عشان بتخافي تجعودي لوحدك ما احمد مش هنه هبجمشي واجيله كمان شوية ايمن قرب منها وقال لها ممكن اسألك سؤال لو استؤال المعتاد فوفر على نفسك وهقول لك اني مش بفكر في الجواز ليه يا مريم بتهربي مني ليه كل ما بجربلك بتبعدي عني عشان اني مش مناسبة لحضرتك يا دكتور ايمن انت من عيلة كبيرة واني حيا الله اهلي عليك ادحالهم واني من ميتة بفكر كده ولا عمري حسبتها كده الموضوع محسوم يا دكتور ايمن ملهاش لازم نكمل ونعشب نفسينا بحاجات مش هتحصل اطاهم دخول احمد وقال يا ترى جبت الوكل معاك ولا هنقضيها سندوتشات اني طبخت كمان وهتكل من يدي اكل عمرك ما دكتور يبقى من دلوقتي نتصل بالاسعاف ونحجز غسيل المعدة انت بتتريج علي كمان بدل ما تشكرني احنا ناكل والوكل هو خير دليل لو عشنا خير وبركة ولو موتنا يبقى قدق وقادر جميلة ورحيم وصل القاهرة واتكلمت جميلة وقالت خلاص نزلنا هنا واحنا هناخد تاكسي انت كم مرة جيتي هناك القاهرة دي اول مرة يبقى تقول ليه على عنوان بتاع الدكتور من سكات عشان اوصلكم لا ملوش لزوم توصلنا اني هعرف الطريق لوحدي عندك فكرة بتحصل كم حدس تخطف هناك في القاهرة كل يوم لا ما عنديش فكرة بس احب افكرك ان بميت راجل ولسه ما تخلقش اللي يفكر يختفني طبعا لاجلش فيجي على لمك اللي نايمة تعبانة دي بدل ما تبهدليها من عربية لعربية جوليلي على عنوان الدكتور جميلة بصت لامها بحزن اللي كانت نايمة طول الطريق من كتر التعب وفي الاخر قالك العنوان لرحيم وبعد ما وصله رحيم نزل من العربية وبصل للمكان وقال انت متأكدة ان هناك فيه دكتور جميلة ضارت بعنيها وبعدين لمحت يفطى من بعيد وقالت ايوة اسم الدكتور هناك علي يفطى هو طب طلعي تلفونك وهاتيه استغربت جميلة وطلعت تلفونها وقالت ليه عاوستعمل مكرمة منه ايه افتجرت ضحك رحيم وتكلم وقال بعد ما سجل عليه رقمه انا سجلت رقمي على التلفون ووعك تمسحيه ساعة زمن بالزبط هخلص مشوارك ده وهرجع عشان اخدكم ونرجع الصعيد ربعت جميلة اديها وقالت ومين جلك اني هرجع معاك الصعيد احنا هنرجع بالقاطر وافرح يمقصدها وقال لها بتحذير اعمل حسابك بعد ما نتجوز تبطل عندي لفيك ده وقال لها كسر دماغك هو لا عشوة لكان اللي يكسر دماغي قطاهم نزول سعاد من العربية وقالت احنا وصلنا ولا ايه واكفينك ده ليه جميلة مسكت ايديها تسندها وقالت ايوة وصلنا يلا بينا ما تنسوش تتصل بيا اول ما تخلصوا انا هبجأ جريب من هناك قطر خيرك يا ولدي ربنا يريح بالك ويحججلك اللي بتتمناه رحيمي ابتسم وهو بيبص الجميلة وقال يسمع من بوجك ربنا ويهدي كل عاصي وعند احمد ومريم في الصيدلية كانوا قاعدين بيأكلوا ومعهم دكتور ايمن واحمد اتكلم وقال يلا يا دكتور ايمن الوكل كتير ومريم شكلها توصت بينا لا ما بلاش عشان لو احتجتم دكتورة الحاجة سعيفكم ما بلاش ترياجا باجا على فكرة انا اكل حلو انا بس بنسى حط الملح والرز اللي كان السبوع اللي فات ايه نسيت تعمليه من الاساس انا نسيت احطله سامنة ايه يعني كفرت اف وبعدين المرادنا متأكدة ان كل حاجة مظبوطة يعني اجعد واكل واني متطمن تعال يا دكتور محدش هيعيش اكتر من عمره مريم وقفت وهي زعلانة وكانت هتمشي ودكتور ايمن وقف وصدها وقال لها لو مشيتي انا اللي هزعل احمد اه خلاص باجا يا احمد ما الواكل حلوهو ده شكله يفتح النفس مريم ابتسمت وقعدت وكلهم بدأوا الاكل وايمن كان بيبص المريم من وقت للتاني وهي اللي كانت بتحاول تهرب من نظراته دخلت جميلة هي وصعاد العيادة وتفاجأت من المستوى اللي هي فيه وقلت النظافة واستغربت صعاد وقالت انت متأكدة ان هي دي العيادة يا بتي ايوة ده حتى اليفتب تحت الدكتور متعلجة برا جات الممرضة وقالت مين فيكم اللي هيكشف انا يا بتي طب يلا بينا على الكشف واه وهتدخلي لوحدك الدكتور منع اي حد تاني يدخل مع المريض ازاي يعني ما انت شايفها تعبانة ومش هتقدر تطلع على السريط بتاع الكشف لازم اكون معاها انا موجودة هساعدها ما تقلقيش ولو مش عجبك خلاص براحتكم الدكتور مش هيكشف عليها سعاد بصت لجميلة وقالت واني هدخل مع الممرضة ساعات دخلت مع الممرضة قدت الكشف وجميلة استنت برا واتفاجأت لما لقيت تليفونها بيرنه وكان رحيم كانسلت المكالمة ورفضت ترد عليه وقالت هو ده عوزه ده كمان ده شكله مسدق بس عموما لما نوصل هعمله بلوك وعند سلوة وطهة انا لما جابلت رحيم في مصر فتحته في موضوعنا وجال انه ما عندوش منع نتجوز انا باجا عندي مانع انت عارف اني مش هتجوز غير لما خلص تعليمي بقول لك يا سلوة انا ما بحبش المماطلة دي ايه اللي غير رأيك سلوة عنيها دمعت وسكتت وطهة تعصب وقال لها عنيها حدد معاد مع رحيم ونعمل الخطوبة واللي مش عاش بويخ بطرسه في الحيط طهة خلص كلامه ومشي وسلوة قعدت تاني تحت الشجرة تعيط جيه صوت رجولي من وراها وقال طبعا مش هتقدر توافجي مش كده سلوة تخضت وبعدت عنه وقالت انت عاوز مني ايه بعد عني باجا سعد بصلها بنظرات خبيثة وقال انت عارفة زي انا عاوز ايه وان انا اللي حطيت عيني عليك يجاب له انا بكرهك بكرهك وماله المثل بيقول ما محبا لبعد عداوة دلوقت بتكرهيني بكرة هتحبيني انت لو اخر رجل في الدنيا انا عمري ما هتجوزك سعد طلع تليفونه وشغله على فيديو وقال يبجانا بجابعة الفيديو الحلو ده لرحيم وبدالما نبارك ونهني نترحم عليك انت ايه ما عندكش نخوة دني حتى بتعمك وعشان بتعمي يبجانا اللي هسطر عليك ونولى بك من طاها واني ولا عاوزة تجوزك ولا تجوز طاها سبني في حال الله ليسيئك سعد مسكها من دراها وقال لها بتحذير يرجع رحيمه وخل بويا يكلمه وحس كعينك ترفضي وقتها متلوميش على نفسك عشان هيكون الفيديو ده انتشر سعد خلص كلامه ومشي وسلوة قعدت مكانها تعيط وقفت جميلة قدام الممرضة وقالت ازاي يعني هتدخل العمليات بالسرعة دي دي جاية تشتكي من قلم ظهرها الدكتور قال ان الزايدة عندها ملتهبة جدا وانها ممكن تنفجر ووالدتك هتموت خرجت سعد وقالت هنعمل ايه يا بتي الدكتور قال ان الموضوع خطر على حياتي تعالي نروح لدكتور تاني انا مش مرتاحة اصلا للمكان الدكتور كان هيتكفل بمصاريف العملية ولو رحت لدكتور تاني مش بعيد ما تلحقوش توصله خلينا نعملها طالما من غير فلوس جميلة كانت وقفة محتارة ومش عارفة تعمل ايه خصوصا انها مش مرتاحة ولا للمكان ولا للدكتور قطع تفكيرها اتصال رحيم واضطرت في الاخر انها ترد عليه واتكلم وقال لها انا واجف تحت ها خلصت ولا لسه الدكتور قال ان ماما لازم تعمل عملية انا مش عارفة اعمل ايه عملية ايه دي خليكي مكانك وانا هطلع لكم قفلت جميلة الخط ورحيم بعد دقيقة كان واقف قدامها في العيادة وقال عيادة دي ولا مجلب زبالة ازاي الدكتور بيكشف هالناس هناه هو ده بدل ما تشكره الدكتور انه عمل معروف فيكم معلش يا بيتي احنا بنعتذر ما يكصدش لا هكصد يلا بينا من هناه انا هودكم عند دكتور تاني وماله مع السلامة بس احنا مش مسؤولين لو المريضة ماتت في الطريق الدكتور قال ان ماما لازم تعمل ازاي ده حالا وإلا هتنفجر وممكن يجرالها حاجة ولما هي هتنفجر ازاي واكفك ده على رجليها وبعدين العملية هتتعامل فين الممرضة توطرت وقالت احنا كنا هنعملها خدمة انسانية مش اكتر بقول لك العملية هتتعامل فين مش المفروض نروح مستشفى احنا كنا هنعملها هنا رحيم بص الجميلة وقال يلا بينا انا هشوف دكتور تاني بس يا ابن احنا كده هنتعبك لا ملوش لزوم انا وافقت على العملية لا واني مش موافج العملية مش هتتعامل هنا لو كانت في مستشفى كان ممكن افكر رحيم خلص كلامه واخد ايد سعاد ومشي وجميلة اضطرت تمشي وراهم اما الممرضة اللي بصت لهم بذيء وبعدين دخلت للدكتور قالت للأسف المريضة مشيت جه واحد قريبهم واخدها ومشي اتكلم الدكتور بغيز وقال اخدهم ازاي كنت اقنعيهم باي طريقة حاولت ان اقنعهم بس هو كان زي الشيطان واقف زي اللقمة في الزور يا خسارة ضيع من ايدي يا سبوبة كانت حلوة عموما تتعود في بنت جاي لنا النهاردة من محافظة تانية برضو دي ممكن نقلبها ونكل من وراها عيش علالة بس تكون اعضاءها كويسة ما تبقاش زي الناس اللي بتجلنا منتهية الصلاحية خلصت سمر محاضرتها ورجعت البيت قابلت امها الكريمة اللي قالت حمد الله على السلامة يا بتي ده جايج واحضر لك الوكل امال سلوة فيه هتلاقيها طلعت قضتها انا كنت شايفاها من ساعك ده ولما قلت لها تعالي كولي معانا جالتلي لهم الجعانة خلاص حضر لنا انت الاكل واني هطلع اجيبها ونكل نوهية خلصت سمر كلامها وطلعت قضتها واتفاجأت انها لقيت سلوة نايمة او بمعنى تاني بتمثل النوم وقفت وقالت نمت ازاي دلوك دي مش متعودة تنام بالنهار عموما شوية وها صحيحة تنزل تاكل معايا وفي قولة سعد كان واقف مع امه سناء وقالت صحيح الكلام اللي سمعته ده انت مرفوض من جمعتك بجلك سنتين من اللي جلكك ده وبعدين ده معهد ولا ليه اي لازمة كان نفسي تتعلم ويبجى معك شهادة اشمعنا انت واخوتك اللي باختوكم ميلك ده بقول لك ايه يا اما انا عاوز اتجاوز شاور يا حبيبي وانا اجاوزك ست البنات انا عاوز اتجاوز سلوى بالتعام بيت كريمة اشمعنا عاوز تجاوز بيت كريمة ده حتى كريمة وبناتها رفعين رأسهم في السماء ومتكبرين علينا لا ما تجلاجيش منت ابنك مش اي حد دي ما هتصدق وتوافق طب هشور على ابوك واشوفه وهيقول ايه اعطاهم دخول كامل اللي كان متعصب وقال شفت اخر تربيتك وصلتنا لايه في ايه يا كامل ايه اللي حصل وكمان انت هنا يلا هيكملت ولا واحد من عيالك عرفت تربيهم كلهم يكسفوا العمر طب هسيبكم انتم تخلصوا كلام وانزل اجعد في الجنينة شوية اهو ده اللي انت فالح فيه خليت معايا هنهو وقل لي ايه اللي حصل بيتك المحترمة راحت طلبة التلاج من جمال وعاوزة تتجاوز 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 ده ايه مهي على زلمة راجل شكلك ده رجوع رحيم هيولع الدنيا شفتي ياما قلتلك اخلص عليه وهكنا خلصنا منه طب اقعدك ده وهدي نفسك واني هروح افهم منها وبعدين تلاقيها جالت كلمتين وقت عصبية رحي على الجال بيتك وفاهميها ان احنا ما عندناش طلاج وهتعيش مع جمال والجازمة فجر جابتها طب بالمرة كده انا كمان عاوزة تجاوز مهي المصايب ما بتجيش الا مع بعضيها تتجاوز مين يا عاطل ياللي ملكش شغلة قلتلك انا هبجي اكلمه رح انت انت على طول كده بتجلل مني ومش عجبك اي حاجة بعملها زي ما كون عدوك مش ابنك ماني لو شايفك راجل ما كنتش قلتك ده جرائية كامل ساعد زنت الشباب وسيد الرجالة ما تقولش عليه كده اهو تربيتك ده هي اللي عملت فيه كده وما بجاش نافع في حاجة كامل خلص كلامه ومشي وسنق بصت لابنها وقالت ما تزعلش يا ولدي هو بوكك ده مش جديد عليك بجلك ايه انا عاوز اتجوز كلميلي جدي يجوزني سلوة سلوة وعيكون جزدك على سلوة بالتعمك ايوة انا بحبها من زمان وعاوز اتجوزها بس دي كدك في السن يا ابني وايه يعني ان شاء الله تكون اكبر مني هتجوزها يعني هتجوزها وانسيبهم ونروح لقودة سمر وسلوة اللي كانت قادة بتعايت وتكلمت سمر وقالت اه بس لو تفهميني في ايه مفيش انا بتمنى ربنا ياخدني واخلص من الدنيا دي ليه بستك ده يا سلوة من تكونت حلوة الصبح انا عاوز اموت مش عاوز اعيش سمر حضنتها وقالت ولو مدتي انا هعيش ازاي ايه دي كده يا اختي وجولي لي ايه بست اللي زعالك بجولك ايه ما تيجي نتكلم مع راحيم ونقول له نسيب البيت هنا ليه طيب هو في حد اعملك حاجة انا مش عاوز اعيش هنا البيت ده شبه السجن بالنسبالي طب اهدك ده وحكي لي ايه اللي حصل سلوة نامت على السرير وقالت سبيني الحالي انا عاوز انام وعندي راحيم وجميلة اللي كانوا في المستشفى اتكلمت جميلة وقالت بس المستشفى دي شكلها غالي جوي خلينا بس نتأكد ان كان كلام دكتور البهايم ده صح ولا غلط مش عارفة ليها نجال جنة وخايفة علمي وازاي هنعمل لها العملية في المستشفى الغالية دي يا ستة ما تشغلش بالك بالفلوس انا هتكفل بكل حاجة وليه تتكفل بكل حاجة لا طبعا انا مش موافقة اعتبرهم مهرك يا جميلة ونعتبر الادوية شبكتك ده انت بتحلم يا راحيم بي انا مش هوافق ابدا طلعي الدكتور بعد ما خلص فحص الام وقال مفيش التهاب في الزي ده ولا حاجة الستة كويسة وكل اللي بتشتكي منه قلم في ظهرها وده بسبب الفقرات يعني هي مش هتعمل لعملية لا مفيش عمليات انا هستدعي استشاري العظام يفحصها ويكتب لها العلاج المناسب لظهرها شكرا لك يا دكتور الدكتور ميشي ورحيم بص الجميلة وقال شايفة الدكتور اللي روحتله كان هيعمل ايه الحمد لله ربنا سطر ضم دي غلبانة ومش جد العمليات عشان تحميدي ربنا انه جيت معاكم لو لانا كان زمانكم في العيادة وشوفي كان مسروج منها كمعوضو تقصد ايه بالسرجة محدش بيعمل حاجك ده للهو للوطن دكتور الغبرة ده اكيد بيشتغل في تجارة الاعضاء خبطت جميلة على صدرها وقالت يا لهوي الحمد لله اننا مشينا وما جعدناش عنده احميدي ربنا انه كنت معاكم وإلا محدش عارف ايه كان ممكن يحصل لكم ما تتغرج جاوك ده ربنا هو اللي بيسبب الاسباب ووجعك في طريقنا عشان احنا غلابة مش حملة بهدلة خليك هنيه معامك واني هرجع لدكتور البهايم ده فعلا ايج ده نسيبه عشان ناس تانية تموت بسببه لا انا هشمع له العيادة بعد ما بلغ عنه رحيم خلص كلامه ومشي اما جميلة كانت بتبصله باعجاب قطاعها اتصال احمد وقفت تكلمه وتحكيله على كل اللي حصل وبعد وقت في الصيدلية اتكلم احمد وقال انا اتصلت على جميلة وجالتلي انهم غيروا الدكتور اللي كانوا رايحين عليه ليه هو ما طلعش كويس مش عارف هي جالتلي شوية حاجاتك ده مفهمتش منها حاجة ويا ريتني كنت رحت معاهم مصر دي كبيرة جوي واللي بيروح هناك ممكن يتوه ايه رأيك ننظم رحلة تباع الجامعة ونطلع رحلة القاهرة ونشوفها ايوة باجة احمد ابتدى يفكر ايك ده هو انا بحبك من شوية اهو ده اللي انا باخده منك بقول لك ايه احنا ساعة ده وهنكفل ونروح الليل دخل علينا ماشي انا هجعد اذاكر شوية تكون الساعة عدت عشان نروح بجي في تكري ناخد باجة لأكل ده واللي تباق ونرجعهم البيت عني محضرهم علشان ناخدهم معنا واحنا ماشيين هي ايه حكاية المكتبة بتاعت عم رقوف اللي قلتلي عليها الصبح عم رقوف عاوز واحدة تشتغل بعد الظهر واني لجيت انها مناسبة ليا خصوصا اني ممكن اذاكر وان هناك لا بلاش شغلك ملهوش لازمة ولما تحتاج حاجة جليلي وانت هتقدر على ايه ولا ايه وخصوصا ان جميلة سابت شغلها خلينا نزل المكتبة وهو ايدة على ايد تساعد احمد فكر وقال طب وهتنزلي فيها من امتى عم رقوف جلي من بكرة لو حبيت طب اللي تشوفيه بس لو حستي انها هتقصر على دراستك بلاش احسن ما تجلكش احنا جدها وجدود يلا باجة الساعة عدت خلينا نكفل ونمشي وعندي رحيمه جميلة اتكلم رحيمه وقال احنا هنباتي هنه في المستشفى ونعود الصبح لا بيدة ايه مش هيلفع احنا مش متعودين نبات بره بيتنا ما جده ولا جده الليل دخل وعلى ما نعود البلد هيكون النهار طلع لا برضو احنا سايبين مريم وحمد وحديهم اللي عرفوا ان احمد راجل وما هواش صغير عشان تخاف تسيبه لوحده اتكلمت سعاد وقالت رحيمه عنده حج يا بتي قطر خيره هيسوق ازاي في الليل احنا هنروح في القطر مش عاوزين منه حاجة وانتي مفكرة ان القطر جاعد مستنيكي ده زمان المحطة جفلت من بدر طب والعمل هنفضل جاعدينك ده انا عندي شجج رايبة من هنا لو حابين تيجوا معايا نبات للصبح لا طبعا ايه اللي بتقوله ده هي استحيلة وافج ازاي يعني نروح شجتك انت مفكرنا ايه انا ولا مفكركم ولا جصدي حاجة الدنيا بجتليل والدنيا برد ولولا تصميمك كنتم بايتم في المستشفى انت ما سماتش الممرضة اللي جالت اليوم الواحد بخمس تلاف جنيه دي لأولو كانضة مش هتبقى كده خلاص تعالوا معايا وصلكم لشجيتي واني هنام في العربية بس كده يبقى تعب عليك يا والدي ولا تعب ولا حاجة ده احسن حل عشان تقدروا ترتاحوا لغاية بكرة سعاد بصت لي جميلة وقالت ايه رأيك انا مش هقدر رجعوا دك ده في الشارع وانتي عارفة اني تعبانا خلاص موافجة بس انت هتبت في العربية زي ما جلت رحيم حبي استفزها قرب منها وقال النهاردة هبت في العربية بكرة هنبتنا وانتي في قضا واحدة نفخت جميلة بديق ومشيت وثبته وتكلمت سعاد وقالت قد ترخيرك يا والدي على اللي انت عملته معانا وعند طاها اللي دخل مكتب عثمان وقال ايه اللي مسهرك لغاية دلوك يا جدي مفيش يا والدي تعال اجعد طاها قعد وقال اني كنت عاوزك في موضوعك ده واتمنى انك تحججهول انت غالي عندي يا طاها جل اللي انت عاوزه انا باذن الله عاملهولك اني عاوزة تجاوز سلوة بالتعامل ابتسم لجد وقال يا زين ما اخترت يا والدي بنات عمك ما يطلعوش للغريب يعني اعتبر ان الموضوع خلاص حصل خلاص نجرى الفتحة شكلك مستعج الجوي استنى لما ناخد رأي العروسة ورأي أخوها اني اصلا عريص لقطة وما يطرفتش كريمة كانت قاعدة في قدوتها بتسرح شعرها وفجأة حست بحد مستخبي وراء السطارة حست بالخوف لكنها تشجعت ووقفت وقالت من هناك اطلع من عندك وإن لها صوت وليما عليك الدار كلاتها كامل طلع من وراء السطارة وقرب منها وقال لها لساك جميلة زي ما كنت بيت 18 سنة كريمة زقته بعيدة عنها وقالت له هأنت تجننت ايه اللي مدخلك هناك اطلع برا انا عاوز اتجاوزك يا كريمة انت عارفة من زمان اني بحبك وبعشاجك واني بكرهك يا كامل اطلع برا بدل مفضحك واستمرتك وعيالك كامل قرب منها ومسكها من ايديها وقال لها هاعملي اللي تعمليه انا ما بجتش جادر ازبر عليك اكتر من كده كامل كان لسا هيقرب عليها اكتر بس كريمة جريت على الدولاب وفتحته وطلعت منه مسدس وقالت له لو جربت مني هكتلك كامل اتفاجئ وقال هو ده سلاح اللي كان ضايع مش كده جزدك سلاحك اللي حاولت تكتل بها اخوك مش كده اخويا اخويا اللي طفش وسابك لسا بتفكري فيه انا عارفة كويس جوزي راح فين وانت عملت فيه ايه استهدي بالله ونزل السلاح ده لا مش هنزله وجه اليوم اللي رجع فيه حجي وحد عيال اللي يتنتهم وابوهم لسا عايش فعربيت رحيم لما كانوا راجعين على السعيد اتكلمت سعاد وقالت الدكتور جال لكيه على صورة الاشعة خير يا ماما مفيش حاجة لا جميلة مش عاوزة تقول لك ان الدكتور جال على انك ملكيش علاج ولازم عملية عملية ايه هو احنا حمل عمليات تقمنين يا بيتي وجوليلي الحجيجة جميلة بصت لرحيم بغيز وقالت ان شاء الله هتتدبر وتتعمل ما تشيلش هم انا مستعدة برع بفلوس العملية بس جميلة توافج لا شكرا مش عاوزين منك حاجة كتر خيرك يا ابني احنا تعبناك معنا جوي على فكرة مفيش تعب ولا حاجة ده احنا حتى هنبقى جرايب يعني ايه مش فاهمة بجيس قالي جميلة وهي تقول لك مريم صحيت وخرجت من قضتها لقيت احمد محضر الفطر وقالت تتحسد يعني ده انت ما بتدخلش المطبخ غير في الاعياد القومية ما بصراحة خفتي جيلي تسمم ولا تلبك معوي كفاية الاكل بتاعي مبارح طب تصدق اني غلطانة داني كنت نوي اطبخ لك النهاردة قبل ما روحي المكتبة انت لسه مصممة على حكاية المكتبة دي ايوة مصممة وهروحي النهاردة ان شاء الله طب يلا تعالي فطري وهوصلك ونرايحي استيضالية مريم قعدت على السفرة وقالت اني اتصلت على جميلة تليفونها مكفول اني كلمتهم الصبح وجلولي جايين في الطريق وتليفونها كان هيفصل شحن ربنا يرجعهم بالسلامة ما تعرفش الدكتور قال لهم ايه الدكتور قال انها لازم تعمل عملية الفكرات دخلها في بعضها طب وهنجيب فلوس العملية منيه احمد خلص اكل وقف وقال ربنا هيدبرها هبقى اتكلم مع الدكتور ايمن لو ينفع يديني سلفة وابقى سدها له على سنة ولا حاجة مريم خلصت اكل وقالت انا هروح اغير هدومي وننزل سوا وبعد وقت دخلت مريم المكتبة وقالت ازايك يا عمي رقوف الحمد لله يا مريم تعالي عشان اعرفك شغلك راحت مريم وقفت جنبه وكان بيشرح لها تعمل ايه وبيقول لها الاسعار وبعد ما خلصت اتكلم وقال اجدها انا جلتلك كل حاجة وما تجلجيش انا هبقى معاك هنا انت تقدر تسيب المكتبة وتروح ما تجلجش انا عرفت كل حاجة وزي ما جلتلي اي حاجة هتطلع هكتبها لا انا مش عاوز اروح خليني جاعد هنا اهو نسلي بعض ما تيجي تقعودي جنبي هواني مش زي ابوكي ايوة طبعا بس انا مرتحك ده انا هروح انضف الكتب اللي هناك دي وقفت مريم تنضف الكتب ورقوف كان طول الوقت بيبصتلها بنظرات مش مريحة ساد كان بيتلفت حواليه وهو دخل الصيدلية طلع سلح ابيض وهدت بيه احمد وقال له لو ما جبتش الدواء اللي في الورجة ده هتشوف ايه اللي هيجرالك الظاهر انك تجننت اتفضل اخرج من هنيه بدل ما اتصل بالمركز انا اعوز البرشام طلعه وهديك الفلوس اللي انت عاوزها هو ايه اللي هخليك تندم على اليوم اللي فكرت تجف جسادي فيه ولا تقدر تعمل حاجة ها انت جبان ساعد كانت عنيه مليانة شر وقرب على احمد ولسه هيمدي ايده لكن مريم كانت دخلة بالصدفة وضربته على راسه ووقع في الارض يا لهوي هو مت ولا ايه انت ايه اللي جابك دلوك جيت اسألك على جميلة وماما رجعه ولا لسه اني هتصل بالمركز واحكي لهم عن اللي حصل يا دي المصيبة اني خايفة يحصل حاجة اطميني اصلا الوقت ده بيتعطى ممنوعات وهجول في المحضر اننا اللي ضربته ارجع انت دلوك للمكتبة مريم عيطت وقالت لا هاني مش هسيبك لوحدك هاسمعي الكلام خلينا عرف اتصرف ومع اسرار احمد مريم خرجت من الصيدلية واتصلت على ايمن وكانت بتعيط وايمن قال لها اهدك دي وبطال عيط وحكي لي ايه اللي حصل في واحد كان دخل الصيدلية على احمد وبيهدده واني ضربته على راسه طب انت فين دلوك واحمد فين احمد صمم اننا مشي واسيبه انا اتصلت عليك عشان تيجي لأحمد ما تسيبوش لوحده ارجعي على البيت ويكفيلي عليك واني هروح دلوك لأحمد واحل الموضوع وعند سناء اللي كانت رايحة جاية في القوضة قالت تاني يا سعد بتسرجني بتسرج دهب امك ماشي لما شوفك قطعها الباب اللي كان بيخبط راحت وفتحت وكانت هدير اللي بتعيت وقالت الحاجيني يما في مصيبة غزل ما تنتقش مصيبته انتقي وما لها غزل غزل شكلها اخد شريط البرشام كله دي بين عليها انتحرت سناء خبطت على صدرها وقالت هي مصبتي ليه كده يا غزل تعالي معايا نروح قضتها جريت سناء على قضة غزل وكانت نايمة على السرير وجنبها ازازة الدوة فاضية وهدير اتكلمت وقالت هنعمل ايه انا خايفة يجرى لها حاجة انا هروح اتصل على ابوكي ونروح المستشفى هات العواجب سليمة يا رب واني هشوف جمل فين يجي يشيلها معايا للعربية منه لله هو السبب وقف رحيم بالعربية وقال حمد الله على السلامة وصلنا البلد كالترخيرك يا ابني تعبناك معانا ولا تعب ولا حاجة كله عشان خطرك يا امي نزلت جميلة من العربية وقربت منه وقالت ما تتعشمش جوي نجوم السمى جرب لك من اللي بتفكر فيه اتسم رحيم بمكر وقال افتكر الجملة دي كويس عشان انت اللي هجين وتطلبي مني انتمم الجواز مريم جاعدة عاية جدام البيت اسطر يا رب جميلة جريت عليها وقالت في ايه يا مريم جاعدك ده ليه وفين احمد احمد اخدوه في الجسم بسببي انا بجلها من بدري تدخل جوه ومش رادية فهميني ايه اللي حصل واحمد في الجسم ليه ضرب سعد المغازي وعمل محضر ومحجوز على زمة الجضية يا لهوي ضربوا ليه بس هو احنا زيهم اسمحولا تدخل هو ايه اللي حصل بالزبط روح جل ابن عمك يسيبنا في حالنا هو عاوز منينا ايه ايه دي يا جميلة مايصحش كده رحيمة لهوش زنب الراجل عامل معنا الواجب وزيادة انا هروح لحمد واشوفي المحامي عامل معه ايه وانتم خدوا مريم ودخلوا البيت استنى انا هجي معاك اتكلم رحيم بغيرة وقال استنى عندك هتروحي فين خليك انت هنا واني هروح وحل الموضوع انا هروح اشوف اخويا اخوك لو مرجعش البيت هبجاج اخدك تشوفي كلام رحيم صح انت ملكش لازمة تيجي احنا هنروح والمحامي هناك ولو احتشتم حاجة كلموني الساعات كانت تعبانة جميلة سعدتها ودخلت البيت ومريم معاهم ورحيم وايمن رحوا على الاسم وفي اسم الشرطة كان سعد قاعد ودماغه ملفوفة بشاشة وقال اني مش هسيب حجي وهكتلك مش سعد المغازي اللي عايل زيك يضربه سجل عندك يا حضرة الزابط ده تهديد لموكلي اطلع يا سعد برا على ما خلص تحجيج انتك دي هيضح حجك وحيات ابويا اللي انا دمت عن اللي عملته احمد كان لسه هيتكلم الا ان المحامي حط ايده عليه وقال ما تردش عليه وصيبه يغلط ده المصلحتنا اتكلم الزابط وقال ها جل بجا ايه اللي خلكت ضربك ده سعد كل يوم والتاني يجي الصيدلية ويطلب دواء معين من غير رشتة ولما برفض بجاي هددني ده تهديد صريح لموكلي اسناء تهديد عمله طب والسكين ايه اللي وصلوا ليدك هو دخل علي بالسكين وهددني لو ما عطتوش البرشام هيخلص علي واني ضربته دفاعا عن نفسي اظن بعد التحليل اللي عملته لسعد ده بيأكد صدق كلاني وفي المستشفى الدكتور طلع من قدد غزل وقال الحمد لله عملنا غسيل معدى وهي بقت كويسة وتقدروا تدخلوا تشوفوها هو ايه اللي حصل بالزبط دي ما اكلتش حاجة غير اللي احنا اكلنا منها انت ما تعرفش انها واخدش ريت برشام بحاله ليه بسك ده يا بيتي حرم عليك نفسك مش وقت اعتاب خلينا نرجع البيت ونبجى نعتبها براحتنا انا مضطرة بلغ لان دي فيها محاولة جتل احب على يدك يا دكتور مش عاوزين فضايح عشبك الفضايح اللي بيتك عملتها دي بتموت نفسيها وكل دي عشان رحيم مش كده يا ولدي هي بتحبك انت لا مش بتحبيني هي اتجوزتني عشان الفلوس مش اكتر مش وقت وكلام دلوك خلينا ندخل نتطمن عليها انا مش داخل وعرفوها ان من بكرة هجيب لها درة وهتشوف الزل كويس جمال خلص كلامه ومشي وسناء اتكلمت وقالت شايف والدخوك عمله للبيت هو وصلها لايه بيتك اتجننت يا سناء يظهر ان عيالي كلهم مليش حظ معاهم مش وقت الكلام ده تعال انتطمن عليها وانطيب خطرها بكلمتين كفاية اللي جزها عملوا فيها وعند جمال اللي كان خارج من المستشفى هو قابل طه اللي قال خير يا جمال طميني مالها غزل وايه اللي جرالها بتعمك بتموت نفسها اصل انا مش مالي عينها فهمني بس ازاي ده حصل وكيف غزل تعمل ايه ده عاوزة تطلج عشان تتجوز رحين شفت واني اللي طلعته مغفل ونايم على وداني السنين ده كلها ايه ده بس اجده وتعالى نجعد ونتكلم في اي مكان لا ولا هجعد ولا هتكلم انا ماشي ومش عاوز اشوف حد جمال خلص كلامه ومشي وطه كمل طريقه وراح لقودة غزل في المستشفى وعند عثمان اللي كان قاعد دخل عليه السواق بتاعه وقال له ساعد في الجسم دلوك اتعدى على الشاب اللي في الصيدلية والشاب ضربه وقف عثمان وضرب الارض بعصيته وتكلم وقال ها امتى ده حصل وكامل فيه كامل بيه راح للمستشفى سمعت ان فيه واحدة من بناته تعبانة شوف للعربية خلينا روح البيت وشوف ايه اللي بيحصل امرك يا عثمان بيه العربية جاهزة وبعد وقت وصل عثمان لبيت المغازي ولما شاف كريمة قال فين كامل وسناء ومين البنات اللي تعبانة مفيش دي غزل كانت تعبانة شوية وراحت المستشفى ورجعت وبجت كويسة عثمان سابها وطلع لقودة غزل وكريمة وقفت وقالت هات العواجب سليمة يا رب قطاع هدخل رحيمه مع سعد اللي قال ما تفكرش اني هسكت على الحصل ده هاحمد ربنا انه تنازل انت كان ممكن تتسجن فيها وتاخد حكم في ايه ملك يا سعد مين اللي عمل فكك ده ومشي وسبها اما رحيم فقال عني طلع قطي عاوز انام فقودة غزل اللي كانت نايمة على السرير ومعاها سناء وهدير دخل عليها الجد عثمان وقال خير يا غزل مالك يا بتي خير يا عمي ده شوية تعبك ده وراحوا لحالهم هي كان عنديها ايه جعلها تسمم تجريبا كلت حاجة عفشة ايوة ولما نجلناها للمستشفى الدكتور عمل لها غسل معدة لا الف سلام عليها ربنا يشفيها ام الفين جمال كلهم بصوا لبعض وسناء قالت هي اظهر انه في الشغل ولا حاجة شغل ايه هو ده وقته ازاي يسيب مرته هي في الحالة دي انا كويسة يا جدي ومش محتجال اسكت انتي غزل ما تستغناش عنه هيبقى تكلم معايا عمي وخليه حن نقلبه على غزل شوية عثمان رح نحية الباب وقال انا هروح اتصل عليه واشوفه فين وخليه يجي لهنه وبعد ما مشي عثمان دخل كامل وقال انا عارف ان النهار ده يوم المصايب شفت ابنك العاجل عمليه انا كنت هجولك والله وكنت هزعجله وخليه يرجع الدهب اللي اخده كامل قعد ومسك راسه وقال وكمان حرامي يعني مش مكفهي بجبل طاجي لهو كمان ايده طويلة هي الامور ما تتخدشك ده ايه ده وكل حاجة هتتحل ده مهما كان لسه صغير صغير ايه ده راجل وشنبه خطف وشه ايه المفروض اللي زي ده يكون شايل شغل العيلة يوه اهو كلامك ده اللي بيحطم الواد ويخليه يزعل على نفسه لو الشهادة للهو وعنده دم جوي هو عامل ايه تاني اهو مرمي عندك روح اسأليه وفي قودة رحيم كريمة دخلت وقالت ايه يا ولدي كنت فين من مبارح وايه اللي لمك على ود عمك ده مني قلتلك اني مسافر مصر كان ورايا شغلك ده خلصتها ورجعت طب وسعد كان بيعمل ايه معاك انا رحت اسطلمه من الجسم بعد ما خليت احمد يتنازل عن الجضية والمحضر يتقطع يا لهوي جسم جسم ايه واحمد ميت راح رحيم ونام على السرير وقال الموضوع يطول شرحه واني مطبق من مبارح سيبينا نم لساعتين ولما اصحنا بجي نشوف حكاية سعد دي سوا رحيم خلص كلامه ونام اما كريمة فخرجت من القوضة وفي قودة سمر وسلوة اتكلمت سمر وقالت البيت النهاردة شكله مجلوب فك بعده اني لسه جاية من قودة غزل وعمك كان بيزعج هناك ملناش دعوة اهو احنا تطمين عليها وخلاص تفتكري يا حاولت تنتحر فعلا عشان لسه بتحب رحيم لو كانت عملتك ده فهي غلطانة لانها كده كانت هتبقى كافرة وخسرت دنيتها واخرتها كمان ربنا يهديها بس رحيم اخويا شكله ما يعرفش سألت ماما عليه جالتلي ان رجع وطلع على قطه على طول سيبك من رحيم انتي مش مستغربة ان الجمال مش ظاهر ايوة صح ده كان في الاول ما بيستحملش شكة الدبوس فيها ولو تعبت يجري بها عدكاترة مش عارفة بجا ربنا يستهلهم طه كان رجع من برا ولقى عثمان واقفه الان واتكلمتها وقال في ايه يا جدي خير جمالة خوك فين عني بطسل عليه مش بيرد هو متدايج شوية ورح يتمشى وهي بجا يرجع ازاي يعني يهم المرته في وقت زي ده ايه مش شايفها كانت هتموت بس اللي عرفه ان مرته مش عاوزة جنبها وعاوزة تطلق كمان ايه اللي بتقوله ده طلق ايه معرفش رح يسأل عمي كامل ومرته وشوفهم نويين على ايه وتاني يوم في الجمعة احمد وقف بعد ما خلص شرح الزميله وتكلم وقال اجدها بجا عملت اللي علي وشرحت كل النجط الصعبة في المادة لو حد فيكم لسه وجث معا حاجة يبجي يقوللي احمد اخد كتبه وكان هيمشي بس صمر وقفته وقالت له احمد بالصراحة في حاجة كده وقفة معايا ومش عارفة فهمها احمد بص المريم اللي كانت وقفة من بعيد مستنيا ومتدايقة وتكلم وقال لو ينفع تأجليها البكرة يكون افضل خلاص اني مش هعطلك هبجى شوف حد تاني سعيدني فيها جات مريم وقالت مش خلاص بجا ولا ايه انا اتأخرت على المكتبة مش كفايا مبارح مشيت من غير اذن اتكلمت صمر باحراج وقالت انا اسفة لو كنت عطلتك صمر مشيت بسرعة وامد قال عاش بك كده انك احرشتيها هي ودي بمعجبين كتير ابجى صالحها بكرة يلا نعاوز امشي احمد اخد مريم وراحوا يركبوا البص ولما دخلوا احمد اتكلم وقال كويس ده صمر طلعت هنا هي اهاشرح لها اللي هي عاوزا في الطريق ايوا بجا مين صمر دي ملكش صالح اجعودي على الكرسي دي واني هروح اجعودي هناك جنب صمر ماشي بس اعمل حسابك ان انت اللي هتدفع القجرة احمد راح اقعد جنب صمر اللي فرحت لما شفته وطول الطريق كانوا قاعدين يتكلموا وبعد وقت وصلت مريم للمكتبة ولما دخلت قالت معلش يا عمرقوف سمحني على الحصول مبارح اصلي مريت بظروف صعبة جوي جي رقوف وقرب منها وحطي ايده على كتفها وقال ولا يهمك يا حبيبتي تعالج عودي وجولي ايه اللي حصل مريم اتضيقت من قربه وبعدت عنه وقالت لا ملوش لازم يتحكي انا هروح اشير الكتب دي وارصها دخل الدكتور ايمن وهو بيبص المريم بغيزة وقرب منها وقال الرجل دي انا مش مرتاح له يا ريت بادي عنه ما تسمحلوش يجرب منك اجده هو انت مالك وبعدين الرجل في سن نبوية وانا عرف زينة وجف كل واحد عند حده مش محتاجة مساعدة انا هكلم احمد واقنعه يخليك تسيب الشغل هنا تعالي اشتغلي معنا في الصيدلية وانا ايه فهمني في الادوية والعقاكير بتاعتكم دي لا اهني احسن لي جير اقوف وقال في حاجة يا دكتور ايمن لا مفيش انا كنت بسأل مريم على احمد وماشي وفي بيت المغازي وقف كامل جنب سناء وقال هو ابو يا جمانك ده بربطة المعلم ليه يمكن هيوزع الورث ويجل كل واحد نصبه كام اه لو كنت سمعت كلامي وصحيت الزفت اللي نايم فوق ده يوه ما الوضي حبت عيني دماغه مصدعة بسبب الضربة اللي واخدها بسبب الضربة برضك ولا عشان ما خدش الجرعة ما خلاص باجا يا كامل انا اتكلمت معاه واتفكت انا وهو انه هيبطل البتاع ده وبعدين دل اسم احمد ده بيفتري عليه بيفتري عليه ازاي وابنك اللي كان رايح يهدده بالسلاح متل فجأة ابني مايعملش جده ابدا خليك جده مسدجة كدبه لغاية مايعمل مصيبة تانية انا اللي مسكتني اني مش عاوز الموضوع يوصل لابويا جيه رحيم وقال اصباح الخير يا عمي جل مساء الخير احنا باجينا جرب العاصر رحيم قعد على الكرسي وقال هو جدي جمعنا له النهاردة علم علمك دلوك نعرف جيه طه وقعد جنب رحيم وفضلوا يتكلموا لغاية ما عثمان جه وقعد على الكرسي بتاعه وقال امال فين سعد وجمال ما حضروش ليه زي ما قلت سعد اصل سعد جاله دور سخنية كده ونيم يحب تعيني في سريره من مبارح وجمال مارجعش من مبارح الوقت ده شكله مش هيجيبها لبر ازاي بات برا ويهم المرته في الظروف دي جلو يا عمي واعجلو انا جمعتكم النهاردة وكان عندي امل ان اشوفكم جنب بعض هو في كتف بعض بس الظهر ان كنت غلطان ما تجلكش يا جدي جمال بس تلاقيهم اضايق شوية وهيرجع انا هبقى اتكلم معاه من النهاردة رحيم هيبقى كبير العلة من بعدي وهو اللي هيبقى مسؤول عن المخازن وعارف الداخل والخارج جرى ايه يا با هو انا مش مالي عينك انا ولا سعد سعد اللي كل شوية عامل مشكلة شكل وعاكت كل ما فكر اني معرفش بالمصيبة اللي عاملها مبارح في الصيدلية الواد اللي شغال هناك هو لجر شكله انا ابني مظلوم ومن بعيد كريمة وقفة وقالت هات العواجب سليمة يا رب فيه ايه يا ماما مالك وبعدين قرار جدي ده هو الصح اصلا مفيش حد ينفع يستأمنه على مالنا غير رحيم ما انت مش عارفة بعد القرار ده عمك هيعمل ايه هو والحي امرته هيعملوا ده يعملوه طول ما جدي نفسه في الدنيا محدش يقدر يعمل حاجة وعنده عثمان اللي قال انا اخدت القرار ومحدش يرجعني فيه بس ده ظلم من زمان وانا كنت مستنى نسك كل حاجة بدالك لما بجا موت بجا اخد نصيبك وعمل اللي تعمله مش بعد العمر ده كله انا هشتغل زي العمال وابجا تحت ايدي ابن اخوي عثمان وقف وضرب الارض بعصيته وقال انا جلت اللي عندي يلا يا رحيم تعالى معي على المكتب رحيم وعثمان راحوا على المكتب وسناء قربت من طه وقالت وانت هتسكتك ده على حاجك وحاج اخوك جمال ده رحيم كان ينهابكم اتكلم طه وقال لها اللي مع رحيم عمره ما هيجل وبالعكس انا متطمن انه هيحفظ على فلوسي اكتر من انا شخصيا طه خلص كلامه ومشي اما كامل وقفه راح لكريمة وقال لها ما تخليش ابنك يوجف جدامي يا كريمة وإلا انت عارفة زين يعني ممكن اعمل ايه كريمة وقفت قدامه وبصت له بتحدي وقالت ما بجتش اخاف منك هو ابني مش زي اخوك حمدان اللي انت كسرته زمان رحيم عده جوي ومش هتقدر عليه افهم منك ده انك مش خايف عليه ونوية ترميه في التهلكة بدل ما انت بتحميك في الحيك ده رحي ركزي مع عيالك وربيهم كريمة خلصت كلامها ومشيت وثناء اتكلمت وقالت شفت وقفت جدامنا تتحدى ازاي هي ما قلتلك نقطع رجلها من البيت ده هانت اللي موافقتش كامل كان سرحان وهو بيبص الاعجاب بكريمة اللي مشيت وعند هدير اللي كانت دخلة مطعم وهي بتتلفت يمين وشمال راحت وعادت على تربيزة وقالت فيه ايه يا حسن انا مش قلتلك بلاش نتجابلك ده قال لحد يشوفنا هاعمل ايه ما انت وحشتيني ونفسه شوفك هدير ابتسمت وقالت صحيح الكلام ده يا حسن طبعا يا جلب حسن ها تشرب ايه ولا تحب نتغدى الاول لا ملوش لزوم احنا هنجع تحبك ده وهنمشي ابويا راجع من السفر جريب وهنجي نطلب يدك صحيح يا حسن ده اني كنت مستنية اليوم ده من زمان بس فيه مشكلة صغيرك ده وخايف انه بسببها يأجل موضوع جوازنا مشكلة ايه تاني ربنا يصطرها المشروع اللي كنت بعمله بتاع شركة السياحة لسه ماكملش بسبب اني تمنى الاوتوبيسات غيلت هو مش انتا قلت اني معاك شريك ايوة بس شريك بيمر بظروف صعبة ومش هيقدر يتحمل التكلفة كلها يعني عاوز كم طيب يعني في حدود متى الف جنين يا لهوي ده مبلغ كبير ما هو اصل اه ماني هدفع خمسين الف بس وهو هيدفع الباج طب وهتجيب الفلوس من اين مش عارف ماني لو كنت لاجي حد يسلفني المبلغ ده شهر واحد وهرجعهوله على طول هدير فكرت وقالت اني ممكن اديك دهب تبيعه وتشوف هيعمل كام وتبقى ترجعهولي بعدين بس لا 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 اني مجبلش عشان خطري يا حسن خلينا نتجوز بقى انا تعبت ابتسم حسن وقال عشان خطريك بس يا جلب حسن حم هو الدهب به يجيله كم جراءه قعدت كريمة مع سمر وسلوة المفروض يمشي هيبجى عمي كامل ومرته الحرباية عيب يا سمرك ده ده عمك برضو ولازم تحترميه هو ابو يا صحيح سابنة وطفش ولا الرجاصة ابوك ما كانش في حد في اخلاجه ما تصدقوش الكلام ده امال هو سابنة وطفش ليه ابوكم ما طفش ولا حاجة طب هو راح فين وسبنا السنين دي كلك هليه بكرا الحاجي جاتبان وتعرفه كل حاجة كريمة خلصت كلامها ووقفت وقالت انتو خليكوا هنا في قدتكم شوفوا مذاكرتكم واني هروح اشوف راحيم لسه جاعد مع جده ولا مشي ونروح لمكان جديد في احد السجون كان حمدان ابو راحيم قاعد وتكلم سيد وقال له هانت يا حمدان انا سمعت انهم هيطلعونا بدري حسني سير وسلوك وهيفيد بايه بعد ما ضاعت سمعتنا وعمرنا اللي راح على الفاضي هنا في السجن ربنا ما بينساش حد وما تنساش ان مرتك وعيالك مستنينك برا عيالي عيالي مفكريني هربت واسبتهم ما يعرفوش اللي جرالي وكله بسبب كامل هو مش راحيم كان بيجي يزورك من وقت للتاني ايوه بس ما يعرفش ان كامل وردخول السجن هنا انسا اللي فات وافتح صفحة جديدة يمكن كامل ربنا هدا وندم على اللي عمله كامل ده الشيطان والشيطان ما بيدخلش الجنة اوعد كون بتفكر تنتج منه انا فوضت امري لله وسبت انت جامل ربنا ونعمة بالله بقول لك ايه انا هكتب جواب لعيالي مش عاوز انت كمان تكتب لهم حاجة لا مش عاوز انا حتى كمان طلبت من راحيم ما يزورنيش هنا بس هو اللي بيصمم وبيجي ربنا يصلح حالك ونخرج من هناها على خير وحاجك يرجع لك جادر يا كريم وفي قوضة غزل وقفت غزل قدام المراية وهي بتبصل نفسها باعجاب وتكلمت وقالت الظاهر ان كان عندي حاجة لما فكرت ارجع لرحيم وانت مفكر ان راحيم هيرجع لك جده بالسهل امال هو بيعمل كل ده ليه راحيم لسه بيحبني وكل هدفه في الدنيا ان يرجع له انت مش عارفة حاجة راحيم اتغير وبجى واحد تاني وما بجاش راحيم بتاع زمان لو اتغير على الدنيا كلها مش هيتغير علي داني حبيبته اللي كان عاوز يتجوزها مش عاوزك تخرب بيتك وتتعشمي على الفاضي عشان مسيرك تتفاجئ ولما تلاقي راحيم جايب عرسته ودخل علينا انا هتطلق من جمال واني وثقى النبوية بعد اللي حصل هيحاول يتجرب من راحيم والمرة دي هيوفق على جوازنا اعطاهم صوت تليفون هدير اللي رنت وهدير وقفت وقالت طبعا انا رايحة قطي اتكلم مروة صاحبتي طبعا تردي عليها هانيه وخلينا اتكلمها انا كمان بجالي مدة ما شفتهاش لا مش وقته اصلها بتحكي عن مشكلة عنديها وجالتلي ما جولش لحد هدير راحت قدتها ولما قفلت الباب راضت على التليفون وكان حسن وقالت هو انا مش قلتلك بلاشت تصل بيا بالنهارك ده هاعمل ايه اصلت وحشت الجوي بجولك ايه عملت ايه في الفلوس يوم ولا تنينك ده هجيب لك الدهب وانت تصرف فيه بمعرفتك لا انا ماخدش دهب انت اتبعي وتديني الفلوس في يدي ماشي هبقى شوف السيغ اللي عرفه هو ياخده ماشي بس حاولي تستعجلي علشان الحاجة افتح الشركة جبل ما بويا يرجع وعند سعد اللي كان خارج وسناء قابلته في الجنينة وقالت انت رايح فينك ده وجرحك لسه مطابش رايح مشوار انا زهجت من الجعدة في البيت طب كنت جعدت مع جدك اللي بمسك رحم كل حاجة ما يعمل اللي يعمله هو ياني هيبقى وزير ده هيبقى زيه زي الأنفار وياخد يوميته لا بس هيبقى مسك الدفاتر والحسابات والداخل والخارج وكل حاجة في يده بقول لك ايه يما هاني دماغي واجعاني سيبيني الحالي سعد خرج وسابه وراح قابل حسن صاحبه اللي كان نستنيه وقال ها جهزت حالك للي قلتلك عليه فاهمني بس كده انت عاوز ايه بالزبط تعال معايا وانا اعرفك شكله ايه عشان مش عاوز غلطة عاوزك تخلص عليه من سكات سعد وحسن مشيه وراحوا يرقبوا الصيدلية من بعيد وسعد قال شايف الود اللي هناك ده ايه هو ده بجل دربك كده انا عاوزك تخلص عليه بس دي فيها سن وجيم ومصايب هي يعني جديدة عليك ما تجلكش خلص انت وكله بتامنه وماله بس هتدفع كم دلوك خد الالفين جنيه دول ولما تخلص هتديك زييهم الفين جنيه هو فرخة الله طبعا الملاليم دي ما تنفعش همال ايه اللي ينفع عاوز كم انا عاوز خمسين باكو ما ينقصو الجنيه ودول هجبهم لك منين معرفش هتصرف الرقم ده يجي ايه جنب فلوس مغازية طب نفذ ولما الفلوس تكمل هبعتهم لك ما انت عارف انا ما بعملش حاجة غير لمكبض الاول وعندي جميلة اللي راحت لعبير وقالت يا ترى لقتيلي شغل زي ما قلتلك بصراحة انا بعتلك عشان حاجة تانية خالص حاجة تانية زي ايه دخل رحيم وقال سيبينا لوحدين يا ستة عبير هو مشان قلتلك جابلك ده طلبك مرفوض اسمعي منه يا جميلة سدقيني رحيم غرض ومصلحتك انا هروح اعملكم الشاي عبير مشيت ورحيم قعد وقال حياتة ام الجساد موافجتك عالجواز يعني ايه انت بتسومني بعد ما قلت انك هتعمل خير وتدفع فلوس العملية ماهي فلوس العملية مش شوية ها هتوافج ومك تعمل العملية ولا لا بصت له جميلة بحقده وقالت ماشي موافجة بس كله سلف ودي وهتندم انك تجوزتين رحيم قرب منها وابتسم وقال رحيم ما بيندمش ابدا على حاجة عملها وفي نص الليل رحيم كان راجع قطه ولما دخل قعد على السرير اتفاجئ لما لقى غزل وقفة قدامه ولبسة هدوم مكشوفة رحيم اتنفض وقام وقف وقال غزل انت ايه اللي جبك هنه دلوك انت تجنينتي انا من يوم ما سبتك وانا عاجلة هيشت رحيم انا مش جادرة عيش من غيرك همشي طلعي برا اعمل حساب لجوزك انا هتطلق يا رحيم انا كنت غلطانة لما مهربتش معك زمان همشي يا غزل واغذ الشيطانة حسن لك غزل قربت منه وحطت ايديها على دراعه وقالت سدجني يا رحيم انا عمري ما حبيت حد في حياتي كد ما حبيتك رحيم راح عند الباب وفتحه وقال اطلعي برا وكفاية لغايةك ده على الاجل اعمل حساب للبيت اللي انت فيه اتكلمت غزل بغيز وقالت انت ايه يا اخي ده انا بقول لك اني لسه بحبك واني بحمد ربنا اني ما تجوزتش واحدة زيك اخرجي برا اطاهم دخول ثناء اللي قالت يا مري انت بتعملي ايه هنا يا بيت خدي بيتك يا مرت عمي وربيها زين واعلميها الخشة بدل ما هي رميها نفسها كده سناء خبطت على صدرها وقالت هانت تجننتي ايه مش عامل حساب لجوزك ولا بوكي افردي حد جه وشافك كده غزل عياطت وقالت انا تجنيت من يوم ما سمعت كلامكم وتجوزت جمال اللي غصبتوني عليه هواني ما بحبوش تعالي يا غزل واغز الشطان جبل ما حد اسمعنا وتبقى مصيبة خلي اللي يسمع يسمع انا خلاص ما بجدش بجي على حاجة سناء شدتها وخرجتها برا القوضة وتفاجأ لها مالقي وجمال واقف اللي قرب من غزل وانسكها من شعرها وقال بجانتي بتستغفليني طب وربنا لعلمك الادب ايه دا يا جمال انت فاهم غلط طلجني لو راجل طلجني مش هطلجك وعسيبك كده ولا طيلة سمى ولا ارض ومن بكرة هتجوز عليك وخليك يخدام عندي جمال اخدها لقوضتها وزقها في الارض ومشي وصابها بعد ما قفل عليها بالمفتاح راح جمال لقوضت رحيم ووقف قصاده وقال له ما تفكرش انها طلجها واسبها ترجع لك ومين جالك ان باخد فضلت حد غزل ليجي عليك وانت تستهيلها هندمك يا رحيم على اليوم اللي جربت فيه من حاجة تخصيني رحيم بصله بتحدي وقال ما تنساش انك انت اللي طول عمرت غيران مني وما صدكت انك اخدت حاجة مفكر انها بتاعتي ايوة انا اخدت غزل زمان ومش هسبها لك تاني ابدا خليها معاك اشبع بيها انت وهي تستهله بعض ويلا اطلع برا عشان عاوز انام جاء وصمان وقال فيه ايه هنا صوتك جايب لاخر الدنيا ليه تعال شوف رحيم اللي انت رجعته عشان يخرب البيت ويفرجنا اخرص ما تقولش كده على ودعامك هي دي الحجيجة اللي طول عمرك بتنكرها رحيم ده زرع عشطان وكان لازم تتشن من جزورها رحيم مسكه من هدومه ورفع ايده وكان لسه هيدربه لولا تدخل عثمان اللي وقف في النص وقال اواك يا رحيم سيبه يا ولدي وانا حاسبه بمعرفتي رحيم سابه ومشي وخرج من البيت كله وقف عثمان وهو بيبصلهم بحزن وهو بيقول يا ريت الزمان كان رجع يمكن ما كنتش عملت اللي عملته زمان وتاني يوم في المكتبة مريم كانت قاعدة بترس الكتب وجهر اقوف وقال بقول لك يا مريم في شوية كتبك دي عاوزك تجيبهم من المغزن بس الجوة ظلمة واني بخاف يكون في فر ولا حاجة لا ما تجلجيش المكان نظيف انا بس دهري واجاني شوية ومش هقدر ادخل اشيلهم طيب هات المفتاح وخليك انتهني واني هجيبهم وارجع مريم اخدت المفتاح ودخلت المغزن ووقفت دور يمين وشمال على الكتب اللي رقوف قال لها عليها وفجأة اتنفضت لما لقيت رقوف واقف وراها وقالت ايه يا عم رقوف ايه اللي دخلك هنه رقوف قرب عليها وقال لها انا افتكرت حاجة وجيت عشان اجل هالك واسع من طريقي خلينا اطلع الدنيا هنه خنجة وطراب مش جاب لي ما نجعد سوا هو اجل لك على الكلمتين اللي عندي لو ممشتش دلوك انا هصوت وليم عليك الناس ومين هيسمعك وحنا تحت الارض كده بقول لك ايه ما تيجي بردك احسن بدل ما يبقى غزل رقوف قرب عليها اكتر ومريم كانت بتحاول تهرب منه وفي الاخر اتكابلت وقعدت في الارض ابتسم رقوف بشر وقال لها ما نجلتلك خليها بردك احسن مريم حطت ايديها على وشها وعيطت بعد ما حاولت تبعده وما قدرتش رقوف اتسم بشر وكان لسه هيقرب عليها فجأة في حد جي من وراه وضربه على راسه ووقع في الارض وقمع ليه فتحت مريم عينيها ولقيت ايمن واقف وقال الراجل جبان يلا يا مريم من هنا تعالي نمشي وقفت مريم بسرعة وخرجت مع ايمن وقالت هأ انت عرفت منين وجيت ازاي اتكلم ايمن بغيز وقال من وقت ما عرفت انك نزلت تشتغل هنا ما كنتش مرتاح وكنت مراكبك من بعيد لغاية ما شفتك دخل المخزن ووزفت ده وراكي الحمد لله انك جيت في الوقت المناسب مريم اخدت ايمن وخرجه من المكتبة وفي الشارع اتكلم ايمن وقال لها عشان بعدك دهت اسمعي كلامي وزي ما قلتلك شغل هناه لأ يبقى ما فيه شغل غير عندي انا تعبانة دلوك ياريت سيبني روح وبلشت جول حاجة لأحمد ماشي روحي واني هرجع للكلب ده وخليه حرم يمدي يده على بنات الناس مريم مسكته من دراعه وقالت ايمن ارجوك بلاش تعمل كده ده ما يستهلش تضيع نفسك علشانه ايمن سرح في عينيها وقديها لأول مرة تلمسه اما مريم سابته طلعت تجري على البيت ولما وصلت مريم جميلة شافتها وقالت مالك يا مريم وشي كسفة رجده ليه مفيش انا شكل تعبانة شوية هدخل استريح استني طيب اجيس حرارتك ويتكوني بردانة يوه انا كويسة سبيني الحالي مريم دخلت قدتها تعايت وجميلة وقفت تقول لا البيت دي فيها حاجة انا مش مرتاحة جميلة دخلت وراها وقالت فاهميني طيب حصولك ايه ويكون الوضع احمد زعالك كالعادة مريم هزت راسها بالنفي وقالت لا احمد مالوش علاقة امال مين بس لزعالك في حاجة حصلت تجده في المكتبة جميلة استغربت وقالت حاجة زي ايه حكت مريم لجميلة كل حاجة اما جميلة وقفت وقالت الراجل اللي ما عندوش دم ولا يعرف ربنا ده انا هروح اكسر المكتبة على دماغه مريم مسكت ايديها وقالت لا 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 بلاش فضايح هو خد جهازاته والدكتور ايمن ضربه وهو الدكتور ايمن كان عندك بيعمل ايه كان جاي يشتري حاجة كده بالصدفة ولما سمع سرختي جري بسرعة نحية الصوت جميلة حضنتها وقالت الحمد لله ان ربنا نجاكي بعد كده انس انك تشتغلي خالص حياتنا منهنه ورايح هتتعدل ومش هنحتاج للشغل والبهدلة وتاني يوم عند جميلة اللي كانت قاعدة في المطبخ بتعمل الاكل اعطاها جرس الباب وقفت وراحت تفتح واتفاجأت لما لقيت عمها منصور وقالت خير يا عمي ايه اللي فكرك بينا ايه مش هتعزيمي علي دخل بتاخوية له ازاي اتفضل وجل عوزية عشان مش فاضية منصور دخل وقال انت صحيح سبت الخدمة في بيت المغازي ايوة ومش رايحة هناك تاني طب وحاجة بوكي ايه هتفرطت فيه جده بالسهل انا دورت ومعرفت شوصل لحاجة وانا ولا حملة بهدلة ولا انا ولا اخواتي منصور قاعد وحط رجل على رجل وقال رحيم جهو طلب يدك واني وفقت يعني هتدخل البيت من تاني بدل ما تبجي خدامة هتبجي ست البيت انا ولا عاوزة بجسدت ولا بيت سيبوني في حال انت جنيتي في حد يرفض رحيم به هو مرفضوش ليه هو يعني يفرج ايه عن غيره يفرج كتير كفاية انه من عيلة كبيرة زي عيلة المغازي كفاية ان لكي حاجة عنديهم ولما تكوني مرات رحيم هتقدر يترجعي ما يهمنيش كل ده ولا انا عاوزها طلعت سعاد وهي بتتسند على الحيطة وقالت انت ايه اللي جابك يا منصور هنا ايه مش مكافيك اللي حصل انا جيت اعجل بيتك وكان غرضي مصلحتها رحيم طلب يدها وانا وفقت سعادة فجأت وقالت رحيم المغازي عاوز يتجوز جميلة خرج نفسك منها انت يا عم سدجني ملكش مصلحة صحيح الكلام ده يا جميلة رحيم بيعاوز يتجوزك جميلة بصت لمنصور بتحدي وقالت ايوة ياما هيتجوزني واني اللي كنت رفضاه وهو حفي علشان اوافج والله وبيضالك في الجفص يا بيت سعاد ماني قلتلك خليك في حالك ملكش مصلحة معايا اتكلم منصور بخبس وقال انا غرضي مصلحتك انتي كفاية ان ننسبنا يبقى ابني المغازي وكبيرهم رحيم كانوا يقف في نص البيت بعد ما الكل تجمع على صوته وقال انا جيت اعزم الحاضر والغايب فرحي على جميلة الخميسة جاي اتكلمت كريمة وقالت فكر يا ولدي ده جواز مش لعب عيال وانت شايفاني عيل صغير اياك ماني عارف انه جواز اعطاهم جمالي اللي دخل وفي ايده عرصت وقال واني كمان جاي عشان تبركولينا وعرصتي الجديدة سنقربت منه وقالت مين دي يا جمال اللي انت جايبها وعاك تكون سلمت دماغك للشطعم سلمت النظر يا حماتي ما زي ما سمعتي عرصتي الجديدة يعني ضرت بيتك طب هسيبكم انا واروح احضر نفسي للفرح رحيم نشي وكريمة قربت من جمال وقالت انت فوعيك يا جمال يا ولدي كيف تعمل اجده في مرتك وبتعامك انا راجل ومن حاجة تجاوز بدل الواحدة اتنين وتلاتة واربعة اما مرتي اللي فوق دي ما تلزمنيش جمال اخذ عرصتي وطلع لقودة غزل ولما فتح الباب غزلت فجأت وقالت اتجوزت علي انا يا جمال ده انت ما كنتش تطول ضفري جمال مسكها من شعرها ورماها برا القودة وقال انت ما جامك تجي خدامة عندي مش اكتر من كده ويلا روحي حضرلنا عاش العرايس جمال خلص كلامه وقفل الباب في وشها والعروسة اللي اسمها مروة قربت منه وقالت ما كانش المفروض تعمل فيها كده كنت على الاجلة عرفتها انك هتتجوز ملكش صالح هي تستاهل اللي يحصل لها واي واحدة هتخرج عن طوعي هيبقى واصرها كده مروة وقفت سرحانة شوية وجمال قرب منها وقال لها اعمل حسابك لو ما حملتش في ظرف شهر هكون متجوزت تالتة هدير راحت تقابل حسن وقالت خد الفلوسة هي بس زي ما قلتلك تردهم لي على طول انا اتحايلت عستيغ يشيل الدهب على جنب ومايفردش فيه حسن بصل الفلوس بفرحة وتكلم وقال هم دول يعملوا كامك ده تلاتين الف ده تمن كل الدهب اللي كان معايا طب والباجي هتجيبوهم من ايه معرفش باجا يا حسن اتصرف المهم افتح الشركة وخلينا نتجوز وما لو يا حبيبتي قطر خيرك هو ابوك هينزل السعيد ميت جريب جريب جوي الا جليلي هو رحيم باجا كبير المغازية فعلا ايوة وانت عرفت منين حسن اتوتر وقال وهو في حاجة بتستخبه في بلدنا دي الناس ملهاش تيره غير عيلة المغازية واللي عنديهم ما هو اللي ما يعرفش يقول عاتس من بره الناس شايفانا عايشين في الجنة لكن في الحجيجة جوهنم هتكون احسن من نار اللي ولع جوه يعني ايه مش فاهم وقفت هدير وقالت له مش لازم تفهم دلوك انا همشي باجا جبل ما الوقت يتأخر اكتر من اجده هدير سابته ومشيت وحسن قعد ما كانه يعدي الفلوس وقال واجدها بجأ اخدت الفلوس اللي عندي ساعد وهجم البلد بحالها ملهاش لازم القعدة هنا مارين كانت مشيت تلفت ودخلت الصيدلية وراحت لدكتور ايمن وقالت له هعمر اقوف مش باين ده حتى ما فتحش المكتبة النهاردة هو انت مالك بزفت ايه نوية رجعت يشتغلي معاه لا انا بس خايفة يكون جراله حاجة واحنا نروح فيها يا ريت يكون مات ولا راح في دهية طب ما تروح تسأل عليه عند بيته او خلينا نتطمن بقول لك ايه مارين بلاش تجيب سرط الرجل ده عفريته الدنيا بتتنطط في وشي اطاهم دخول احمد اللي استغرب لما لقي مارين وتكلم وقال في ايه يا مارين ايه اللي جابك هنا مفيش انا كنت جاي اشتري برشان للصداع احمد انا عاوزك في موضوع خاص خير يا دكتور يا ترى مارين عملت حاجة انا كنت طالب يد مارين على سنة الله ورسوله مارين متكسفت وجريت على البيت واحمد ابتسم وحطي ايده على كتف ايمن وقال له واني مش هلجح سمينك عريس لاختي خلاص هي بجاء خلينا نجرى الفتحة والخطوبة تبجاء اخر الاسبوع لا بالاستعجالك ده لازم اخد رأيهم في البيت لول وماله خد وقتك بس ما تتأخرش علي في الرد وعند طه اللي دخل مكتب جده وتكلم وقال خير يا جدي جالول انك عاوزني اكفل الباب وقعد يا طه انا عاوزك فعلا طه قفل الباب وقعد قصده وقال له خير يا ترى في حاجة حال العيلة كلها تجلب فوق بعضه واني كبرت وما بجدش جادرة لامه وراهم زي الول لو على جواز جمال فغزل هي اللي امي لتجده بعد ما طلبت منه الطلاج عشان ترجع لرحيم ومين جال ان رحيم عاوزها ولا حتى بيفكر فيها ما نعرفت من رحيم انه نوي يتجاوز الخميس المهم لازم تبقى في كدف بعض وتوجفوا العيلة دي تاني على رجليها ما تجلكش انت يا جدي كل حاجة هتتصلح جمال يروك بس كده واني هتكلم معاه على خيرت الله ربنا يصلح الحال حمد انا كنت عاوز اتجاوز سلوة ويبقى فرح انا ورحيم في يوم واحد بسرعة كده طب كنت استنى ناخد رأي العروسة ولا حتى رأي أخوها لو على رأي رحيم فانا كنت لسه عنده وهو اللي بعتني ليك اما بالنسبة للعروسة فاني عارف ردها يبقى على بركة الله ربنا يتمم لك على خير دخلت كريمة لقودة سمر وسلوة وقالت ما نزلتوش ليه تتعاشر معنا تحت عالصفرة انا قلت لسمر تنزل هي بس انا كنت مشغولة في المذاكرة كريمة قعدت وقالت طاها طلب يدك من رحيم وجدك والكل سألوني عن رأيك وانتي قلت لهم ايه اكيد مش هنلاقي حسن من طاها محترم ومن دمك ويخف عليك سلوة عنيها دمعت وقالت بس انا مش عاوزة تجاوز مفيش بنت ما بتتجاوزش ضغطك المفعوصة دي كلها سنة ولا اتنين وتتجاوز بعدك اه يا ماما شوفي لي عارس حلو كده زي رحم اخوي طب كنتوا استنوا لما خلصت جامعة انا خلص في اخر سنة لا طاها مستعجل واحنا جاهزنا نفسينا على الخميس كريمة خلصت كلامها وخرجت من القوضة وسلوة قعدت سرحانة وافتكرت سعد يا ترى هيصيبها تتجاوز طاها ولا هيفضحها ويضيع كل حاجة انت ما تعرفش ان عملت ايه عشان اجيب لك الفلوس دي عملت ايه يعني طب داني سمعت ان المغازية معهم فلوس تشتري بلد بزيها ايوة بس اللي ما تعرفوش ان جدي بخيل بيدينا الفلوس بالجطار ده حتى خلى رحيم هو اللي يمسك مكانه ومن بكرة هيجوعنا عليك ده باجا رحيم ابن عمك ده هيبجى اغنى واحد في البلد ولا اغنى ولا غيره مش بعيد جدي يخليه شغال عنده زي الانفر اللي في الارض طب برضو ما جلتش الفلوس دي جات من ايه ابويا كان شايل جرشنك ده من ورامي واني باجا كنت مراكبه وعرفت طريقهم يا ابن الجنية طب ايه في فلوس تاني لا مفيش وزمان البيت كله هيبجى حريقة لان ابويا اكيد هيتهم امي ويفكر انها اللي اخدتهم هو ابوك ناوي يتجوز ولا ايه بيني وبينك كده انا حاسس ان ابويا عايز يتجوز كريمة مرة عمي حمدان مش ده عمك اللي هربان من زمان ايوة سمعت ابويا من فترك ده كان بيتعارك معاها علشان تمدي على ورج المحامي بتاع الطلاج ابوك ده شكل ومش سهل ابدا ومش بعيد يكون كان بيرسم على كريمة وهي لسه مرة اخوه احنا عيلا كلها كده بايزة المهم نفذ زي ما قلتلك عاوزين نسمع اخبار زين عيون هتسمع احلى خبر اليومين الجايين وعند كامل اللي كان بيزعق مع سناء وقال انتي هتقولي ودتي فلوسي فين ولا طلاجت دلوك فلوس ايه مني قلتلك معرفش حاجة عنها دخلت غزل وهي بتعيت وقالت عجبكم اللي حصل وصيبين اتبهدل وانتوا وكفين هناك تتكلموا على الفلوس هي ما قلتلك حافظي على بيتك وجوزك انت اللي ما بتسمعيش الكلام غزل قربت من كامل وقالت روح له وخليه تطلجني انا مش عاوز اعيش معاه ولا طيجاه كفاية انه تجاوز علي انا اتكلمت معاه وجل انه مش هيطلج غزل ثابت القودة ومشيت وراحت لقودة هدير وقالت انا استحيل اجعد في البيت هناك بعد اللي حصل امالها تروحي فين يعني هو انت لك مكان تاني تروحي فيه هتشوفه ما هو مش هستنى لما رحم يجيب الخدمة هناك وتعمل رأسها برأسنا وتاني يوم في قودة سلوى وصمر اتكلمت سلوى وقالت مين كان يصدج النحمة زميلك يطلع هو اخو جميلة اللي رحمها يتجوزها انا كنت عارفة انه من بلدنا بس معرفش هو من عائلة مين يمكن ربنا بيجرى بالبعيد وليه سبب فيك ده ولا بعيد ولا جريب انا ما بحبش تلمحاتك دي يا سلام اياكي مفكرة اني مش عارفة انك معجبة بيه طب ما انتي معجبة بطه وادعمك ورغمك ده مش عاوزة توفجي على الجواز عشان في حاجات تانية تمنعني وايه هي الحاجات دي ان شاء الله تليفون سمرن وهي انشغلت في الرد وسلوى حبت تهرب منها وخرجت تتماشى في الجنينة وفجأة حست بحد جاي من وراها وحطت ايده على بقها وشدها الركن بعيد سلوى حاول تبعد نفسها بس هو كان الاقوى ولما اطمن ان ما فيش حد شايفهم بعيد عنها وسلوى تفجأت لما لقيته سعد ها انت تجننت ايه اللي بتعمله ده لو رحيم شفك يخلص عليك وحشتيني وقلت اعملك مفاجأة وحشت قطر من غير فرامل سلوى كانت هتمشي وتسيبه بس سعد مسكها من دراها وقال لها انت نوية تتجوزي طه انا قلت لهم له بس محدش هيسمعني انت عارف انا ممكن اطلع الفيديوهات اللي عندي ووقتها بحور الدم مش هتمتهي سلوى عياطت وقالت حرام عليك داني شرفك وعاردك ازاي تعمل فيك ده انا بس بفكرك يا جطة لو تجوزتي حد غيري مش هتعيشي يوم تاني سعد خلص كلامه وسبها ومشي وسلوى قعدت مكانها وحطت ايديها على وشها وكانت بتعيط وبعد دقايق حست بقيد بتتحطي على كتفها ولما فتحت عينيها لقيته طه اللي قعد جنبها وقال لها مالك يا سلوى بتعيطك ده ليه انا تعبانة جاو يا طه هو واجع في مصيبة مش عارفة عامل ايه احكيلي في ايه يمكن اقدر اساعدك مش هقدر مش هقدر اتكلم ما تخفيش يا سلوى اتكلمي وانا هسمعك مهما كان سلوى وقفت وجريت وثبته وهو قعد في مكانه محتار واخر الاسبوع فقودة سلوى كانت لابسة فستان الفرح وقعدة قدام المراية سرحانة جات كريمة وقالت افردي وشك ده ده انت لو ميت لك ميت مش هتهملك ده جلبي مجبوض وحس ان في حاجة هتحصل اسمع يا بيت انا واخوكي عارفين مصلحتك زين ولو كان طه وحش رحيم عمره ما كان هيوافج على الجواز المشكلة مش في طه يما انت مش عارفة حاجة لا انا عارفة وفهمة زين ويتفكر اني مش عارفة بمجابلتك السرية مع ابن سناء ده نجوم السمع جربله من انه يتجاوز واحدة من بناتي تكسودي سعد ده نتيج العمى ولا تجهوش اعطاهم دخول سمر اللي قالت يلا يا عروسة المأزون كتب الكتاب ومستني قمضتك وفي بيت جميلة اللي استعادت ولبست فستان الفرح قربت منها سعاد وقالت كان نفسه بوكي يكون معانا ويسلمك لعريسك بنفسه جرائية مجميلة داني حتى كنت وكيل العروسة وقت كتب الكتاب هو رحيم هيجي ميتة والساعة دخل على سبعة طبعا بتفكري في البوفي مش كده طبعا ودي حاجة تفوتني داني رايحة الفرح مخصوص علشان البوفي كلهم سمع صوت زغريت جاية من برا ومريم قالت يظهر ان رحيم جيه يلا بينا وفي نص الفرح اي من قرب من مريم وقال عقبال فرحنا مريم اتكسفت وقالت ما كانشي صح اللي قلته لحمة ده وانت عارف اني كنت رفضة الجواز ما هو بعد اللي حصل في المكتبة والجريمة اللي عملناها سوا مضطرة توفجي على الجواز يا لهوي هو عمرة اوف مات لا زي الجرد شفت النهاردة جاعد في المكتبة ورابط راسه يا رتو كان مات وخلصنا منه الحمد لله طب منت جلبي داني من وقت اللي حصل وانا مش عارف انام من كتر الخوف سيبك من السيرة دي المهم دلوقت هتوافجي على الجواز ولا روح للشرطة واحكي لهم على كل حاجة اني هروح اشوف جميلة شكلها محتجاني ابتسم ايمن وقال هي بجوافجت سعد كان قاعد مع حسن اللي قال هتعمل ايه ده خلاص زمانهم كتبوا الكتاب اتكلم سعد بشر وقال مش هسيبهم يتهنوا ببعض يا عم فكك منهم وخلين احنا في المزز اللي جايين دلوك سعد وقف وقال لا انا ماشي في حاجة خطرت على بالك ده وعاوز اعملها استنى بس فهمني هتعمل ايه بعدين هبجا جولك سعد خلص كلامه ومشي بسرعة راح لقودة سلوة اللي كانت وقفة قدام المراية سعد نط ودخل من الشباك وسلوة تخضت لما لقيته وراها سلوة رجعت لورا بخوف وقالت انت عاوز ايه بعد عني ما انت عارفة كويس انا عاوز ايه وطلبتك في الحلال ورغمك ده سبتيني وروح تلطاها سعد اعجلك ده ومتعملش مصيبة احنا خلاص كتبنا الكتاب وايه يعني ولو خلتيه يجرب منك هفضحك في البلد كلتها حرام عليك سبني في حالي باجا سعد طلع ازازة صغيرة ومدي ايده بيها وقال لها خد الجزازة دي وحطله منها نقطتين في العصير ولا في اي حاجة خليه نام للصبح ازازة ايه دي لا انا مش هعملك ده خلاص يبجى وقتها ما تزعلش لما تلاقي الفيديو بتاعك على كل التليفونات وخلي سيطاها يجتلك ويغسل عارو سلوة عياطت واخدت الازازة وقالت ربنا انت جم منك انت واللي زيك اعطاهم دخول عثمان اللي تعصب وقال انت بتعمل ايه هنا مفيش يظهر ان دخلت القوضة غلط يلا انا كنت طالع سلوة مسحت دماغها وسعد بصلها بتحذير عشان ما تتكلمش وعثمان قرب منها وقال لها مالك يا سلوة انت كويسة يا بتي ويكون الوقت اعملك حاجة لا 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 مفيش انا كويسة طب يلا يا بتي عشان نسلمك لعريسك سلوة مسكت ايده عثمان ونزله الفرح وكانت طول الوقت بتفكر في الازازة اللي معاها هتعمل فيها ايه ولو كانت سمي وطه مات على قديها هتسامح نفسها ازاي سعد خرج من قوضة سلوة وشاف ابوه بيتلفت حوالي وهو خارج من القوضة كامل اول ما شافه توطر وقال انت بتعمل ايه هناه وسايب الناس تحت يعني هي الناس هتعمل بيا ايه هي ام فين انا مش شايفها من الصبح هتكون فين يعني تلاجعها هنيه ولا هناك كامل خلص كلامه ومشي وسعد راح لقوضة كامل وحاول يفتحها لكن لقاها مقفولة بالمفتاح كمل طريقه ونزل الفرح وكان حسن مستنيه وقال له عملت ايه طمين انا خفت اتورط نفسك في مصيبة سعد شاف احمد وقال هو من اللي جاب الزفت دهنه واسعك دهنه ما راح ترده ايه دك دهنه ده يجا خلعروسة اللي رحيمها يتجوزها وكمان بجنسيبنا عشان اجده رحيم دفع عنه في الجسم وخلانا تنازل عن المحضر بجلك ايه تعال انكمل صهرتنا برا الجو هنيه مش على كيفنا هو انت هتخلص عليه ميت مش خلاص جبط الفلوس يا عم ما تستعجلش اني مراجبه وامتابعه كويس وفي الوقت المناسب هيريحك منه وعلى اول البلد نزل حمدان من العربية وهو ماسك شنطة سفر ومعه صاحبه جلال وقال له البلد اتغيرت جاو يا جلال الظهر كده اننا فاتنا كتير وهرجعنا من تاني ربنا عوضنا عن سنين عمرنا اللي راحه هي ايه الانوار اللي هناك دي يكونش عمل ومولد في البلد واحنا ما نعرفش هاستنى لما اسأل حد من الناس المشيين جلال وقف واحد وسأله والراجل قال ده فرح فعلت المغازية راحين به وكمان اخته هتتجوز ابن عمها حمدان بص الجلال بحزن وقال واني اللي فكرت انهم هيفرحوا برجوعي ما انت اللي رفعت تتصل بيهم وتقول لهم انك خرجت بعد نص المدة كانوا مفكرين ان خلاص مش راجع تعال بس تعال روح بارك لعيالك وافرح بيهم جلال وحمدان راحوا الفرح وكانوا بيتفرجوا من بعيد وجلال قال يلا ادخل فرحوا مسلم على عيالك وعرفهم انك رجعت حمدان رجع لورا وقال لا مش هينفع مش عاوز اكثر فرحتهم اسمع الكلام دول اكيد هيفرحوا برجوع الجوي حمدان اخد باله ان كامل كان خارج من الفرح وهو بيتلفت حواليه وفي حاجة في ايده بيدريها مش دي كامل اخوك شكله زي ما هو ما تغيرش تعال نروح وراه خلينا نشوفه وراه حلفين جلال وحمدان مشي ورا كامل اللي راح لارض فضية وتأكد ان ما فيش حد شايفه وطلح حاجة من جيبه ودفنها في الارض ومن بعيد كان جلال وحمدان وقفين وشايفينه هو بيعمل ايه هناك مش عارف بس شكله دفن حاجة في الارض استنى لما يمشي ونشوفه ودفن ايه وبعد ما كامل خلص مشي بسرعة وحمدان راح وحفر الارض وتفاجئ لما لقى سكينة عليها دم كامل اكيد عمل مصيبة والسكينة دي هي الات الجريمة تعال ندفنها مكانها ونرجع مطرح مجينا ولا كنينة شوفنا حاجة لا السكينة دي هتفضل معايا هي دي اللي هتوصل كامل لعشماوي ما بلاش اللي تلبسها انت زي المرة اللي فاتت اني ما بجتش حمدان بتاع زمان اني رجعت عشان ارجع حاجي وحاج عيالي طب يلا بينا عشان تشوف عيالك وتفرحهم برجوعك لا اني مش هعرف حد دلوك ان رجعت خلينا عرف راجب كامل من بعيد لغاية ما وجعه ما بلاش يا حمدان احنا مش جد كامل وقلعيبه عندك ما كانت خبيني فيه ولا شوف انا بمعرفتي تعال تعال معايا وهو ربنا يسطر ويعديها على خير الفرح خلص ودخلت اميرة القضة وهي بتبتسم بفخر وقالت زمان لما جيت البيت ده كنت جاية خدامة انما دلوك انا بجيت الهانم جصدك انك جيتي عشان تدوري على الورج اللي يخص حاج ابوك مش كده ايوة اني فعلا جيت عشان كده بس للأسف ما وصلتش لحاجة اني الاوان ان الحاج يرجع لاصحابه يعني ايه مش فاهمة يعني من النهاردة اعتبر اني لك نص ملك المغازية كلها انت كنت عارف باللحصه الزمان واللي جدك عمله فابويا وسرج فلوسه جدي ملهوش زمد سد جين هو بنفسه اللي طلب رجعلك حاجك رحيم كان هيقرب عليها و جميلة قالت انت هتعمل ايه بعيد عني ايه النهاردة ليلة دخلتنا ولا نسيت بقول لك ايه انا هدخل اغاير هدومي واطلع نام شوف لك مكان تاني تنام فيه دخلت جميلة الحمام تغير هدومها ورحيم وقف متغاز وقال وراكي وراكي لغاية ما خليك تجيني رقعة ماشي يا جميلة جات جميلة وقالت ما تخلكش اللي يعمل اجده في جميلة وقفت هدير تخبط على صدرها وقالت يا لهوي يا لهوي غزل شكلها هربت وهتبقى مصيبة سمعتها كريمة وقالت هربت فين اختك دي تجنينت ولا ايه انا جيت لاجيتها واخدى شنطة هدومها وملهاش قصر ابويا لو اعرف هتبقى مصيبة هي ممكن زعلانة ولا حاجة وراحت تجود عند حد من جريبكم تعالي نروح لامك نسألها امي كمان من اول الفرح واني مش لاجياها دورت عليها في البيت كله وملهاش قصر اطاهم صوت كامل اللي جاي مبتسم وقال واكفينك ده ليه الفرح خلاص خلص يلا خلينا نطلع لنام هي امي فين انا دورت عليها ومش لاجياها تلاجيها هنه ولا هنه بتعمل اي حاجة كريمة مشيت وثبتهم وهدير راحت مع كامل قطو وقالت لا ده من اول الفرح ملهاش قصر هو لا هي ولا غزل دخلت هدير قضة امها واتفجأت ان هدومها مش موجودة في الدولاب وقفت وقالت امي شكلها اخدت هدومها ومشيت مع غزل وغزل مشيت راحت فين اتجنينت البت دي قعدت هدير مكانها تعايت وهي مش عارفة تعمل ايه وفي قوضة سلوة اللي مسجت ازازت الدوة وهي مترددة ووقفة قدام المراية تكلم نفسها وقالت لو حطتلي طاها منها دي ممكن تكون فيها سم وتقتله انا ليمكن اعملك ده طب وسعد ده لو عارف اني ما حططلوش منها هيفضحني ويكشف السر جي طاها من وراها وقال ايه الجزازة اللي فيها الدك دي سلوة خضت ورمت الازازة من ايديها ووقعت اتكسرت وقالت هاني لاجتها هنا جزدي شكلها وجع من حد دي مش بتاعتي طب خلاص ما تتخضيش اهياخدت الشر وراحت طاها كان هيقرب منها وهي بعدت وقالت له اعني هروح اغير هدومي ابتسم طاها وقال وماله روحي غيري يعني هتهربي مني لغاية ميتة اعني مستنيكي وفي بيت احمد مريم قعدت وقالت خلاص باجا يا ماما كفاية عياط هي يعني جميلة بعيدة عنك ده انت لو حبيت تشوفيها هتروح لها كلها خمس دجايق صعبان علي اني هصحى الصبح ومش هلاجيها جنبي تديني الدواء وتحضر لي الفطار واني رحت فين ما تجلاجيش جميلة عرفتني موعد الدواء بتاعتك ومن بكرة هنمشي عليها بانتظام حاجك تعياطي البيت دي منهنه ورايح هتجوعنا دي مبتعرفش تعمل حاجة طب ورينة شطرتك انت يا خفيف واعمل انت اعني لو علي عاوز اعمل بس خلاص اللي امتحانت على البواب وكمان شغلي في الصيدلية مش سيبلي وقت خالص هي بجا تحط لسانك في بوجك وتاكل وتحمد ربنا اه يظهر اني لازم نبه الدكتور ايمن من دلوك بخطورة الجواز منك مريم اتكسفت وسعد قالت هو انت رديتها عالدكتور ايمن في موضوع الجواز وجلت له ايه جلت له يجيب لي عربية اسعاف ويحطها جنب البيت ما هو الامر ما يسلمش بردك مريم بصت له بغزوة قالت انا رايح اقطي انا غلطان اني واكفة تكلم معاك مريم مشيت وسعد قالت البنات بيمشوا واحدة وراء التانية وفي الاخر هلاجي نفسي جاعدة الواحدة واني رحت فين يعني ما تجلجيش انا جاعدلك نسلي بعض لغاية ما تجاوز واجبلك الونس اللي يسليكي رب نعفرحك يا ولدي ويرزجك ببت الحلال احمد قرب منها وباس ايديها وقال ايوة انا مش هاوز غير الدعوة الحلوة دي وبعد نص الليل كانت كريمة نايمة في قضتها لقيت حد بيفتح الشباك ودخل قضتها وصحيت مفزوعة وقالت في ايه انت مين وايه اللي دخلك هناه حمدان قرب منها وشال الشال من على وشه وقال انا يا كريمة ما تخفيش حمدان انت رجعت ميتة او عتكون بحلم لا يا كريمة دي حجيجة انا طلقت بعد ما قضيت نص العقوبة حمد الله على سلامتك العيال هيفرحوا جوي برجوعك كان نفسه حضر فرحهم منه لله اللي كان السبب ما قلتش ليه انك هتطلع وكنا اجلنا الفرح مش وقته دلوك المهم انا مش عاوز حد يعرف برجوعي قطاهم صوت باب القوضة اللي كان بيتفتح حمدان استخبى وراء الدولاب وكريمة راحت فتحت وتفاجئت بكامل وقالت ايه اللي جابك هنيه في نصاص الليالي يا كامل ده بدل ما تروح تدور على بيتك ومرتك اللي طفشو انا كنت معدي من جدام القوضة وسمعت صوت فكرت فيه حرامي ولا حاجة لا يا خويا ده كان صوت التلفزيون يظهر ان نسيته شغال ونمت طب انت مش عاوز حاجة ربنا يخليلي ولدي لو عزت حاجها بجا طلبها منه خليك في حالك كريمة خلصت كلامها وقفلت الباب في وشه وكامل وقف وقال لنفسه خلاص كلها شوية ومش هتلاقي غير جدامك وغصب عنك يا كريمة هتتطلجي من حمدان وتتجاوزيني وفي القوضة حمدان قرب من كريمة وقال النادل ده كان عاوز منك ايه سيبك منه المهم دلوك انت ليه مش عاوز تعرف حد برجوعك مش هينفى يحكيليك حاجة دلوك المهم بجي سلميلي على العيال واني هبجاجة تطمن عليكم تاني كفاية بعد بجا يا حمدان وارجع وعيش وسط عيالك مش جاب لي مرجح حاجي وكامل ياخد جازاته وفي مكتب عثمان دخل كامل وقعد على الكرسي وقال خير يا بوي بعتلي ليه يا طارف حاجة في الشغل هايزاي انت جاعدك ده وسايب مرتك وبيتك وانت متعرفش هم راحوا فين واني هعمل ليه يعني اهو على يدك كلمت كل جريبنا محدش يعرف حاجة عنيهم واني مش عارف ازاي انت جاعدك ده بالبرود ده يا اخي حصة على دمك ورح شوفهم انا مرت بعد اللي عملته ما تلزمنيش انما بيتي دي هاكتو مرجبتها ماهو كله بسبب جمال اللي راح جاب لها ضرة انا بعت الجمال وسألته عنها جاله انه دور عليها وبعت له مالجهاش ماهو السبب ماهو لو ما كانش ضربها وجاب عروسة الغابرة دي ما كانتش هربت مش وقت وكلام منده انت تاخد بعدك وتنزل على مصر تجلي بالدنيا هناك وما ترجعش غرب مرتك وبيتك ماشي على الله بس لجيهم وما يبقاش مشواري على الفاضي وفي قوضة رحيم دخلت جميلة بصنية الفطار وقالت ها امك اللي جابت الفطار بنفسها طب حطيها الترابيزة خلينا نفتر عشان ننزل الحاجة خلص مشاويري هو انت رايح فين طب على اجل خدني معاك في طريقك اشوف امي لا مش هينفع هما لما يحبوا يشوفوك يجو لك هناك ليه باجا ان شاء الله هو انت حبسني ولا تكون اشتريتني رحيم قرب منها وقال لا عشان انت عروسة جديدة وما ينفعش تخرجي من بيت دلوك نفخت جميلة بديق وقالت امي تعبانا ومش هتقدر تيجي يا ستنا هبجة فوت عليها وانا راجع واجبها في عربيتي رحيم هو انت بتعمل معاك ده ليه رحيم قرب منها وقال تفتكر يعني هكون مستحمل لسانك ده ليه اكيد مش حبا فيا مثلا يمكن تكون حاسس بالزنب ولا حاجة ضحك رحيم وقال وانا هحس بالزنب ليه بصي انا مش فاضي دلوك خلينا نكمل كلامنا لما رجع دخلت هدير المطعم وكان حسن مستنيها عادت قصاد وقالت البيت بجا خراب من وقت مامي مشيت هي وغزل هو انتم لسه متعرفوش هم راحوا فين لا ما لهمش قصر بقول لك يا حسن خلينا نتجاوز بجا انا زهجت من البيت ده هانت يا حبيبتي كلها كم شهر واجف على رجلي واجت له بيدك واني لسه هستنى كم شهر كمان لا بقول لك ايه تعال نسافر مصر ونتجاوز هناك حسن فكر شوية وقال انتي عوزانا نهرب ايوة انا ما بجدش طيجة لعيشة هنه وحسن اني هموت حسن ابتسم وقال لا بعد الشر عليك بقول لك ايه هو حد يعرف باللي بيننا اختك غزل او امك لا طبعا ما حدش يعرف حاجة غزل اصلا ما كانتش فايجة عشان احكي لها وامي لو كانت عرفت كانت طيينة عيشتي طيب الحمد لله خلاص جاهزي حالك ويومين ثلاثة وانسافر نتجاوز في القاهرة صحيح يا حسن يعني هنسيب الصعيد هناك ونعيش هناك كله عشان خطرك يا حبيبتي بس في حاجك ده هتبقى معكرة علي حياتي ايه هي بس دهني ما صدك تتفرحني مش هيبقى معانا فلوس نتجاوز ونفتح بيت هناك اني الفلوس اللي معايا كلها حطتها في شركة السياحة طب والعمل هنعمل ايه لو تعرفت تتصرفي في اي مبلغ عشرين ولا تلاتين الف اهو ندبر بهم امورنا على ما الشركة تفتح ودول هجيبهم من ايه شفي دهب غزة لختك او امك اهو سلف بس ونرجعه تاني بعد ما نجف على رجلينا هادير وقفت وقالت ماشي هشوف ربنا يسهل اني لازم ارجع دلوقت قبل ما حد يشوفنا هادير مشيت وحسن ابتسم وقال كل الناس بتحكي وتتحكي عن عائلة المغازية ما يعرفوش منهم بيكلوا في بعضك في التعابين سلوة كانت نيمة على السرير ولقيت حد حطي ايده على وشها ابتسمت لما فكرته طاها وفتحت عينيها وقالت اصباح الخير يا كانتها تصرخ بس سعد كتن بقها وقال اكتمي وإلا هكتلك هناه واضح ان انتي وطاها حياتكم ماشي يا زين وانسيت الفيديوهات اللي معايا حرام عليك سيبني في حالي انت ايه مش مكفيك اللي حصل طاها مش احسن مني عشان يتجوزك وانا له يعني ايه سعد طلع شريط لازق وكتن بيبقها وقال يعني اعتبريني زي طاها سلوة مسكت الفازر اللي كانت جنبها على الكمود وضربته على دماغه وجريت ووقفت بعيد عنه سعد مسك راسه بقلم وقال بجاك ده يا سلوة بتمد يدك علي سلوة راحت نحية الباب وفتحته وقالت اخرج برا وإلا هتزعل يا سعد لو فكرت اتجرب لي تاني سعد مشي خطوتين وقال ماشي يا بيت عمي ما ترجعيش تندمي من اللي هيحصل انا ما بجيتش خاف منك ولو على الفيديوهات اللي معاك فانت اللي صورتني واني معرفش ده انت ما بجاش فارج معاك باجا ايوة مش فارج واعلى ما في خيلك ركابه سعد خرج وسلوة قفلت الباب ورابي المفتاح وقعدت ورى الباب تعايت وعند رحيم اللي نزل كانوا كلهم تجمعين على الصفرة وكريمة تكلمت وقالت اصبح الخير يا ولدي كيفك وكيف مرتك رحيم قرب منها وبس راسها وقال الحمد لله يا ام انا عندي شغل النهار ده طول النهار ابجت لا يجعودي مع جميلة شوية ما نجسش اللي الخدامة كمان جايبها هنيه وعاوزنا نسليها خليك في حالك يا عمي وما تجيبش سيرة مرتي على لسانك تاني واني يعني افتريت عليها ما هي كانت خدامة عندي هنيه رحيم مسكو منه يدومه بغضب وكانها يضربه عثمان ضرب الارض بعصيته وقال ما كفاية عادي الكلام ده وانت يا كامل اعمل لي احترام شوية كريمة بعدت رحيم عن كامل وقالت سيبك منه يا ولدي عمك مش داري هو بيجوه ليه كامل كامل اكله وتجاهل رحيم وتكلم عثمان وقال عملت ايه في موضوع مرتك وبيتك اللي ملهومش قصر معرفش عنهم حاجة وهو على يدك نزلت لفيت مصر عليهم وملجتهمش طب نهامش يا جدي لو احتاجت حاجة بجا كلمني انا خلاص خلصت فطار خدني فطريجك امال سلوى فين مش بتفطر معاكم ليه انا سبتها نايمة برحيتها ومردتش صحيها طه ورحيم خرج ورجبه العربية ومشي نزل سعد وهو ماسك راسه المتعورة كامل جري عليه وقال له في ايه ايه اللي جرالك مفيش انا بس اتزحلكت عالسلم ووجعت ما يجع للشاطر حط شوية بنة عالجرح وتعلى افطر معانا لا انا مليش نفس انا ماشي سعد ماشي خطوتين ورجع تاني الابو وقال شوف لي معاك فلوس عشان فلوس خلصت ايوة ما اللي كانت بتسرك فلوس عشان تدهلك خلاص راحت هي امي برضو لسه محدش عارف هي فين لا ولا حتى اخطق غزل اه بس لو اعرف راحت فين تلاجيهم راحه هنيه ولا هنيه يومين وهتلاجيهم راجعين سعد اخد الفلوس ومشي وعثمان قال ابنك لازم له شدة يا كامل من زمان وانا بقول لك الكلام ده انت كل ما تشوفني تقول للكلمتين دول انا ماشي كامل ماشي وكريمة قالت معلش يا عمي ما تزعلش هو كامل اجده طول عمره ما بيسمعش لنصيحة حد استعد عياره فالت وما بجاش يهاب ولا كبير ولا صغير واللي في دماغه بيعمله معلش لسه شاب صغير برضو وبكرة يعجل ويعرف مصلحته وعند احمد ومريم كانوا متجمعين على الفطار مريم وقفت وقالت انا هروح اغير هدومي بسرعة عشان الحاج اول محاضرة ماشي بسرعة ما تتأخريش احمد وقف وراح لقودة سعاد وقال اصباح الخير يا ست الكل ها فطرتي ولا لسه ايوة مريم عملتلي الفطار واخدت ادويتي كمان جميلة كلمتني وكانت عاوزة تشوفك قلت لها بجتعلي شوية مايصحش برضو دي لسه عروسة ماكملتش اسبوع يومين تلاتك ده واني هبجرح لها ماشي شوف اللي رياحك رحيم قطر خيره جال لي جميلة ان هيرجع لنا حاجنا اللي اخده زمان رحيم ده ابن حلال واني من يومها قلت اني مش هيرضيه الظلم ابدا مريم جات وقالت انا جاهزة خلي بالك من نفسك يا مام واني مش هتأخر هو مش النهار ده عندك محاضرات لاخر النهار احنا خلصنا المنهج وبنراجع يعني المحاضرات مش مهمة جو انا هجيب ملخصات واحضر اول محاضرة وارجع هترجع لوحدك ايه واعادي ما تجلكش لازم اتعود ما تنساش انك خلاص اخر سنة معايا احمد بص في ساعة وقال طب يلا عشان يدوب الحج ربنا يحميكم ويكفيكم شر الطريق احمد ومريم سلموا على اموهم ومشيوا وكامل كان ماشي بيتلفت حواليه ودخل بيته ومن بعيد كان حمدان بيرقبه هو وجلال وتكلم حمدان وقال يا ترى مخب ايه يا كامل وبتعمل ايه هنا اكيد وراء مصيبة جديدة انت برضو ما تعرفش السكينة دي تخص ايه لا معرفتش بس اكيد كامل عمل مصيبة بيته ومرته تفشو ومحدش يعرف مكانه يمكن يكون جتالهم مش عارف بس اكيد كل حجة هتبان مع الوقت وعند كامل اللي كان قاعد مع واحد اسمه منصور وقال خير يا كامل ما بتفتكرنش غير وقت المصلحة المراد المصلحة كبيرة وهتكسب فلوس اكتر ده غير الخير اللي هيعوم مع الكل وايه باجا المصلحة دي عاوزك تخلص على رحيم ها 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 يعني رميت ابوه في السجن الزمان لما لفقتله جريم تجاتل ودلوك عايز تكتل ابنه طول عمره حمدان كان ابويا بيفضله علي وشايفه ملك نازل من السماء طب ورحيم ايه دخله ماه رحيم طالع كيف ابوه بالزبط والظهر كده انه هيكوش على كل حاجة وابويا رجله والجبر قال يكون ابوك كاتب له كل حاجة باسمه ابويا كبر وما باجاش في وعيه يمكن يكون عملك ده ده وافج على جوازه من الخدمة اللي كان بتشتغل عندينا مش دي جميلة بنت سلطان المحمدي ايوه هي ما صدقنا خلصنا من ابوها طلقت لنا هي بس رحيم مش زي ابوه صعب علينا ننتخلص منه بسهولة هي ظهر انك كبرت وبجيت بتخاف انا هروح اشوف حد تاني لا هستنى انا مكسودش كل الحكاية اني بفكر يعني بصوت عالي بصوت عالي بصوت واطي اللي قلتلك عليه تعمله وحاجك هيوصلك ومال اديني اسبوعك ده اجر رجله لبرا البلد واخلص عليه وعلى اول البلد الناس كلها كانت ملمومة رحيم وطهة كانوا ماشيين ورحيم وقف وقال هو في ايه الناس دي واقفة هنه ليه بيقولوا انهم لجيوا جثة مرمية في الترع الكبيرة ويظهر ان ملامحة تشوهت اعوذوا بالله جثة مين دي لسه مش عارفين الفلاح اللي لجاها بلغ المركز وهم بعتوا ناس من مدرية الامن تعين المكان وتاخدوا الجثة طيب يعني يوم ولا اتنين وهنعرف هي مين ايوة بالضبط يلا بين احنا الوقفة دي مش هتنفع بحاجة وفي الجامعة احمد كان مستعجل ودخل المحاضرة صمر جريت وراه قالت احمد استاذ احمد ازايك يا صمر عاملة ايه الحمد لله بخير انا كنت بسأل عن مريم هي فين احمد استغرب وقال مريم راحت محاضرتها هو في حاجة ها لا ابدا خلاصة بجا شوفها وقت تاني طيب عن اذنك عشان مستعجل احمد ماشي وجات هدى صاحبة صمر وقالت ما لجتش حجة غير دي توجفي وتسألي عنها انا طلعت غبية جوي لجيت نفسي بجري وراه كيف العيالة الصغيرة وبسأل عن مريم وهي يا مريم يعني بجت عرفك وكده يعني اتصحبنا شوية لما كنا في الفرح ووجفنا ندردش كم مرة هنه في الكلية طب على الله بجي احمد يفهمك ده وما يفتكرش انك مدلوجة عليه مدلوجة؟ طب تصداج انا غلطان اني حكيتلك وتكلمت معاكي ما هو لما تنادي عليه وتجف تتوترك ده وانتي مش عارفة تعملي ايه تبجي مدلوجة ها اعمل ايه يعني؟ مني كنت محضرة شوية اسئلك ده واول ما شفت نسيت كل حاجة مش بجلك مدلوجة ده انت واجع لشوشتك كمان طب يلا جدامي عشان نلحج محاضراتنا احنا كمان واخر اليوم احمد خلص جامعة وراحي الصيدلية وايمن لما شافه قال يا تاري عملت ايه في الموضوع اللي كلمتك فيه زي ما قلتلك يا دكتور ايمن اني مش هلاجح سمينك عريس لختي بس احنا مقاجرين الموضوع شوية انت عارف ماريم دخل على امتحانات خلاص يبجى نجرى الفتحة وبعد الامتحانات نعمل خطوبة وكاتب كتاب وانت مستعجل جوك ده ليه ما ترجع نفسك وتفكر ماريم ما بتعرفش تطبخ ضحك ايمن وقال هنقضيها اكل عن دم لغاية ما تتعلم خلاص براحتك اني بس ما حبيتش اغيشك لازم تبجى على نور من اولها اني هاجي انا واهلي بكرة ونجرى الفتحة سوا تشرفنا يا دكتور ايمن طب انا هروحاني باجا لاني مطبق من مبارح وانت خلي بالك مصيدلية سلوة كانت قعدة في قدتها تعايت كل ما تفتكر سعده اللي عمله دخلت جميلة عليها وقالت ينفعاش اجعد معك شوية سلوة مسحت دموها بسرعة وقالت طبعا اتفضلي جميلة دخلت وقعدت جنبها وقالت باين على شكلك انك معيات يا ترى هينفع تحكيلي ولا لسه معتبريني غريبة سلوة عياتت اكتر وبدأت تحكي الجميلة على سعد واللي بيعمله معها وجميلة قالت طب وما قلتش لرحيم ليه خفت خفت محدش يصدقني وخفت كمان من سعد ده هددني انه ينشر الفيديوهات على النت سعد ده ندل ازاي يعمل فيك ده وانت المفروض عرض وشرف الحاجات اللي بيتعطاها لحس الدماغ عموما ما تخفيش انا هتكلم رحيم وفهمه بالراحة وهقول له ان كان بيصورك من غير ما تعرفي لا لا بلاش رحيم قال لطاها يعرف ويطلقني طب اهدك ده وخلينا نفكر سوى في حل وعند طاها اللي كان قاعد وصلته رسالة على تليفون واول ما فتحها ملامحه تحولت للغضب وقفه رحل رحيم وقال انا هرجع البيت لسه في شغل كتير انت مستعجل على ايه انا جالس ضاع هروح اريح شوية طب روح انت وانا يخلص شغلي وابجح الصلك وعند سعد اللي كان قاعد مع حسن وابتسم بشر وقال اجده الفيديو اكيد وصله يلا خليهم يتهنوا سوى الفيديو ايه ما تفهمي مش لازم تفهم بجولك ايه ما تجوم تعملينك ببيتين شاي اه صح انا كنت مولى على البراد من بدري طب ايه الحاجة انا شامي مريحة شياط حسن جري على المطبخ وتفاجئ من النار اللي كانت مسكة في كل حاجة حسن فضل يصرخ ويقول الفلوس الفلوس تعالى بسرعة انطف النار دي جيه سعد وقال فلوس ايه تعالى نخرج ياعم بسرعة احنا هنموت خلينا نطلع من المخروبة دي هنموت لا الفلوس فلوسي في البتجاز اني كنت مخبيها في البتجاز في حد يخبي الفلوس في البتجاز يلا بينا واستعود ربنا كنت مفكر انك ده بحافظ عليها ارجوك يا سعد ادخل هاتها جبل ما النار تكلها لا ياعم اني مش مستغني عن روحي لو مش هتخرج معي انا همشي حسن وهو بيحاول يفتح البتجاز النار مسكت في هدومه جري على سعد علشان يلحقه والنار مسكت فيه هو كمان وبدأت النار تسحف في كل مكان لغاية ما الجيران شافوا الحريقة واتصلوا بالمطافي اللي جات متأخر وللأسف كانت الجسس اتفحمت وقفت واحدة من الجيران وقالت لا حول ولا جوة إلا بالله دول شكلهم ماتوا والسائج ده يا مدام خلينا نعين الشجة دخل الزابط وقرب من الجسس وقال للأسف مفيش نبض احنا هنحاول ندور على اي اثبات شخصية معهم علشان نقدر نبلغ اهليهم طه دخل قطه وكانت ساله قاعدة سرحانة اول ما شافيته اتنفضت وقالت طه انت ايه اللي رجعك بدرك ده ايه ما كنتيش عاوزة نرجع ايه اللي بتقوله ده اني مكسودش طه قرب عليها ورفع ايده ونزل على وشها ساله اتفاجأت ووقعت في الارض طه قرب منها وقال كنت مفكرك اطهر منك ده لكن يا خسارة ساله رجعت لورا بخوف وقالت له والله غصب عني هو اللي عمل فيك ده مفكرا اني هسدك جد بك لا يا استحيل والله يا طه سدجني ساعد كان حاطت كاميرات فوقتي وصورني من غير معرف اني هطلجك يا بتعمي وبجروحي تجاوزي هقاني اللي غلطاني اني رميت نفسي على واحدة ما بتحبنيش طه كان هيخرج من القوضة ساله جريت وراه وقالت والله يا طه ما عملت حاجة سدجني ارجوك ما تخربش البيت طه ما اهتمش وخرج وسبها وساله قعدت في الارض اتعايت سمعتها جميلة اللي جريت عليها وساعدتها وقعدتها في السرير وتكلمت سلوة وقالت طه مش مصدق اني مظلومة وهيطلجني طب ما جلتلوش ليه الحجيجة جلتله بس هو اشتانو مصور له ان انا اللي عملتك ده عشان ما بحبوش طب اهدك ده واني هجول لرحيم كان لازم يعرف من زمان عشان يوجف اللي اسم وساعد ده عند حده طب وطه انا خايفة يطلجني بجد من غير ما يعرف الحجيجة ان شاء الله مفيش طلاج وساعد ده ربنا ينتج منه علي عمله وقفت هديره على شريط القطر وكل شوية تبص في الساعة وقالت يو يا حسن انت فين كان معدنا بجله ساعة طلعت هدير تليفونها وكانت بتتصل بحسن اللي كان تليفونه مقفول هدير وقفت وقالت طب وانا هعمل ايه دلوك ده حسن خد كل الفلوس اللي معايا وكنا متفجين نسافر ساوى جاه كامل من وراها وامسكها من دراعها وقال انت واخد الشنطة دي ورايحها على فين ايه مفكرة اني هسيبك تهرب زي اختك انا انا مكنتش هاهرب انا كنت رايحة ادور على امي واختي تدور عليهم فين يا بيت سناء يمين بالله لو مرجعت معايا دلوك لا اشرب من دمك كامل اخذ هدير ورجعها للبيت وكان لسه هيميدي ايده عليها لقى واحد جه يجري عليه وقال له ايه الحاج يا كامل بيه فيه مصيبة حصلت عاوز ايه يا زفت انت ما بتجيبش اللي المصايب اللي شبهك بيقولوا ان سعد ابنك كان مع حسن صاحبه في البت اللي اتحارج خبطت هدير على صدرها وقالت هو في حد جراله حاجة انا سمعت ان فيه اتنين ماتوا في الحريجة مش عارف سعد منهم ولا لا تعالى جدامي وريني البيت ده فين هات العواجب سليمة يا رب هدير كانت هتمشي معاهم بس كامل وقفها وقال لها ارجع البيت وإلا نهايتك هتكون على يدي هدير عياطت وقالت سيب نشوفه قالت كون دي اخر مرة كامل فكرها تقصد اخوها لكن من جواها كانت تقصد تشوف حسن كان حمدان قاعد بيشرب الشاي دخل جلال وقال البلد كلها مجلوبة النهاردة من فجيها لتحتيها ليه ايه اللي حصل الصبح لجي جثة مرمية في الترعة وبين عليها انها جثة الواحدة ست لا حول ولا جوة تقل بالله يا ترى دي تب جمين ومش اجدهو بس بيقولوا ان سعد بن كامل المغازي كان عند واحد صاحبه والبيت ولع بيهو لا حول ولا جوة تقل بالله طب وسعد عامل ايه للأسف ملح جهوش هو وصاحبه النار مسكت فيهم وماتوا ان لله وان اليه راجعون ده كان شاب لسه في بداية حياته انا فكرت لما اجي اقول لك هتشمت وتفرح ان ربنا اخد لك حاجك من كامل وهو ربنا فرق بينه وبين عياله زي ما عمل فيك حمدان وقف وقال محدش يشمت في الموت يا جلال لان محدش يضمن عمره واللي ماد برضه يبقى زيه زي عيالي حمدان ميشي وراح ناحية الباب وجلال قال له طب استنى انت رايح فين انا الاواني نرجع لبيتي واستعيالي محدش ده من عمره عين العجل انا برضه كنت عاوز اقول لك اجده وما تسيبهمش في الظروف دي حمدان ميشي وراح لبيتي العيلة وكلهم اتفاجئوا لما شفوه عثمان قرب منه وقال اجده يا حمدان تهمل مرتك وولادك السنين دي كلاتها كان غصب عني يا بوئي وانا رجعت ومش هفرجهم تانى ابدا حمدالله على سلامتك يا واد عمي الحمد لله ان ربنا رجعك بالسلامة اتصل براحيم وصمر واندهل سلوة اعوز اشوفهم كلهم واشبع منيهم وبعد يومين دخل طه للمكتب وكان رحيم مستنيه وتكلم طه وقال خير يا رحيم جالولي انك عاوزني كل خير يا ابن عمي ايه مالك متغير بجلك يومين ده حتى ما بشوفكش اتباد في البيت طه قعد وقال انت عارف الحاجات اللي مرينا بيها اليمين اللي فاته يعني كنت مشغول شوية لا مش هو ده السبب ساعده خد جازاته بعد اللي عمله ويمكن جدا ربنا كان اجرب له من اللي كنت ناوي عمله فيه انت عرفت كويس انك عرفت لاني كنت محترج بها لك ازاي اختي جات وترمت في حضني وحكيتلي وصدقتها لاني خبر زين تربية كريمة ايه بس يا رحيمة ايه اطعو رحيم لما وقف وقرب منه وقال اني اش باتلك عشان اقول لك ما اتطلقهاش او استسمحك تسيبها على زمتك لا اني بعرفك صحي بنات المغازية يبجو ايه اني الشيطان كان ركبني وقتها حط نفسك مكاني اني لو حطيت نفسي مكانك ما كنتش هعمل اللي عملته ده لاني كنت هحكم عجلي ولو دجيجة اهو اللي حصل بجا عموما ان هابجا روح البيت لما روج من ناحيتها براحتك يا ابن عمي واختي مش رمية ولو في نيتك طلاج هي بجا تروح وترمي اليمين من دلوك طاها مردش عليه ومشي وكان تايه مش عارف يعمل ايه من وقت اللي حصل وهو ما كانش بيرجع البيت حتى لما عارف بموت سعد حضر وقت الجنازة والعزة علشان شكلهم قدام الناس مش اكتر وفي نهاية اليوم سمر خلصت جمعة وكانت مروحة ووقفت تدور على تاكسي ولكنها تفجئت بعربية ووقفت قصادها ونزل منها شابين وقربوا عليها في ايه بعد من طريق انتو هو ما تنجي معانا البيت هنه جرايب سمر جات تمشي وتسيبهم الشاب التاني مسك دراعها وقال بجلك ايه تعالي معانا وهنبديك الفلوس اللي انت عوزاها هابعد عني وايه اللي هصوت وليم عليك الناس صواتي ده لو لحكتي اصلا شيلها يلا يا ابراهيم ودخلها العربية الشابين واحد كتن بقها والتاني كان بيدخلها العربية بالعافية وهي كانت بتحاول تتخلص منهم وفجأة جي احمد من وراهم وضرب واحد على راسه وهي قدرت تزق التاني وتكلم احمد وقال هاجري بسرعة سمر جريت بسرعة ووقفت تتفرج من بعيد كانت خايفة يعمله حاجة في احمد وفعلا واحد منهم كان معا سكينة وطلعها وعور احمد واللي اتنين جريوا وسبو واقع في الارض سمر جريت عليه وحاولت تساعده وراحت معاه المستشفى وبعد وقت احمد بص في ساعة وقال الوقت تأخر لازم تروحي انا اتصلت برحيم وحكيت له على اللي حصل وهو جاي في الطريق وفي بيت المغازي وعثمان اتكلم وقال من سنين وانا كنت مستني رجوعك ده وكنت متأكد انك ما هتهملش عيالك ابدا منه لله اللي كان السبب اهو الحمد لله انه بجى معانا وخلاص مش هيسيبنا تاني جيت كامل وهو بيبص لهم بغل وقال انا شايف انك اجلت هو سبت الغوازي والرجاصات اللي كنت بتلف وراهم لما سبت مرتك وولدك امان عندي احنا عمرنا معيشنا في امانك ربنا ما يحرمنا من رحيم ولدي وعمي عثمان الظهر اني جلبك بجى جاوي برجوه جوزك حمدان وقف وقرب من كامل وقال كريمة طلع عمرها جوية واني بستجوى بيها لو مفكر اني هسكت على عميلك فتبجى غلطان انا ارجعت عشان اخد حج عمري اللي رح بستببك طبعا الاجل يعملوا الاعتبار وبلاشت تخنجوا الجصد عيالكم عيال هواني بجى لي يا حد ما خلاص راحوا ارجع لربنا وتوب يمكن ربنا يكون بيخلصوا منك في الدنيا ارجع مكان ما جيت يا حمدان بدل المرة الجاية هتروح بلا راجعة اعطاهم واحد من الغفر اللي دخل وقال الزابط برا وبيقولوا ان عاوز كامل بيه كامل اتوتر وعثمان قال هو مجالش عاوزيه لا ما نعرفش بس بيقول ان الموضوع يخص كامل بيه بالذات كلهم راحوا لمكان الزابط وعثمان سلم عليه وقال له خير يا حضرات الزابط في ايه الجثة اللي لاجناها من يومين طلعت لوحدة من البيت ده كامل بلع ريقه بخوف وهو مستني الزابط يكمل كلام وقال الجثة طلعت للست سنة مرض كامل المغازي حمدان بصل كامل وافتكر السكينة اللي كامل كان دفينها وقال وهي ماتت ازاي الطب الشرع بيقول انها كانت مضروبة كذا طعنة ودي قدت للوفاة وبعد جده الجاتل اخدها ورمها في الترعة وعرفته مين اللي جتلها للأسف التحجيك شغال وعشان جده بعتنا الكامل بيه وكمان هنحتاجنا حاجة مع كل واحد في البيت حمدان بصل كامل وقال لو لجت سلاح الجريمة هتعرف الجاتل طبعا لاننا ممكن نرفع البصمات ونعرف مين الجاتل وعند رحيم اللي كان راكب عربيته وهو رايح لسلوة طلع عليه اتنين قطعين طرق وكانوا بيدربوا عليه نار رحيم حاول ان يهرب منهم ولكنهم قدروا انهم يدربوا كذا طلقة في العربية لغاية ما تقلبت بيه ورحيم كان نايم جواها وبيلفز انفاسه الاخيرة في اسم الشرطة كان كامل قاعد قصاد الزابط وتكلم وقال اني معرفش حاجة عن السلاح ده بس احنا الجناه في قطك وعليه بصماتك ولما حللناه لجنة دم اللي عليه يخص مرتك اللي ماتت اني مش هتكلم غير في وجود المحامي بتاعي وماله من حجك تلتزم الصمت بس اسددني الجضية لابساك وقلميت محامي هيطلعك منها يا ريت تتكلم وتقول اللي حصل اطاهم خبط على الباب ودخل حمدان وقال للزابط انت وعدتني انك هتسيب نجاعد معاه شوية الزابط وقفه راح نحية الباب وقال هسيبكم مع بعض عشر دجايج وهرجع الزابط مشي وكامل بص الحمدان وقال له ايه جاي تشمت فيا بعد اللي حصل مش كده لا يا كامل جاي افكرك بعد لربنا وان الكل ظالم نهاية ولو كنت مفكر انك بتعرف تداري على كل جريمة تعملها تبقى غلطات لان ربنا شايفك ومطلع عليك انت اللي حطت استكينة قطي صح اه اقاني يا كامل هو جاي اسألك انت عملت ليه جده في مرتك ومعيالك ورحيم انت ايه ما بتخافش ربنا مرت اللي انا تجوزتها غزب عمري ما حبتها ام الله يرحمها هي اللي غصبت علي اتجوزها وهم عيالك دفعوا التمن زيهم زيك وساعد راح تمن لاخطائك انت اللي جاي تعرفني الصح من الغلط نسيت نفسك انك كنت بتصهر هنا وهناك في الكباريهات كانت غلطة واملتها مرة وربنا يستمحني بساني ما تفشتش وسبت عيالي زي ما انت كنت عاوز تفاهمهم ليه انت تتجوز كريمة اللي انا بحبها عشان ده نصيب كان ممكن تيجي تقول لي جاب لمكتب عليها كنت اتجوزت واحدة تانية دخل الزابط وقال كفاية جديه عشان لازم اعرض المتهم عن نيابة وهي تكمل التحجيجات وفي المستشفى عند رحيم جميلة قربت من رحيم وقالت حمد الله على سلامتك الحمد لله مسكوا الناس اللي عاملوك ده رحيم قعد وهو بيتقلم وقال ومن اللي عملك ده هو تجرق يرفع السلاح علي للاسف دول ناس كان ما اجرهم كامل عمك كان غرض يخلص عليك كنت حاسس ان عمي كامل عاوز يتخلص مني باي طريقة بس ما تخيلتش ان توصل به انه يكتلني الحمد لله انها عدت على خير وانك جمت بالسلامة وهو اخذ جازاته دخلت كريمة وقالت اسباح الخير يا ولدي عامل ايه النهاردة الحمد لله هواني نايم بجلي كتير ايوة من مبارح وجميلة جاعدة جنبك ورفضت تروح البيت رغم ان الدكتور طمنا على حالتك راح ينبصل جميلة وابتسم وجميلة قالت طب اني هروح اشوف احمد اخوي هو في القضة اللي جنبك جميلة مشيت وكريمة قالت واحمد ده كمان ابن حلال ربنا يعلم لله هو كان زمان سمر حصلها ايه اول ما سمر كلمتني اني كنت رايح لهم المستشفى يلا هول جدر يا ابني وكويس ان الناس دي تجوض عليهم كان جلبي هيبجى وجعني عليك وبعد يومين سلوة كانت فقدتها وقفة قدام المراية دخلت كريمة وقالت ايه مفيش ولا حس ولا خبر عن جوزك هو مش ناوي يرجع بيته ولا ايه طاها مرجعش واني خلاص بطلت ادور عليه ولا اسأل عنه ربنا يهديله نفسه ويبعد عنكم الشيطان انا رايحة جمعة النهاردة اخر يوم في امتحناتي وماله يا بتي ربنا ينجحك سلوة راحت الجمعة وامتحنت ولما خلصت وكانت راجع البيت طاها وقفها وقال لها انا عاوز اتكلم معك شوية هتتكلم تقول ايه ما خلاص انا عرفت اللي عندك اعذريني وحطي نفسك مكاني انا راجل ومش هقدر اجبل بقى قطيته سلوة وقالت ما تتكلمش انا اللي غلطت لما اسكدت من الاول كنت خايفة لخسرك واخسر نفسي يعني ايه يعني انت دلوك خلاص ملكش لازمة في حياتي لانك بدل ما توجه في جنبي زي رحيم وتحاول تاخد حجي سبتني ومشيت انا كل ما افتكر الصور والفيديو دمي يفور وبقى مش طيج نفسي يبقى انت مش وصك فيا يا ابن عمي اللي عملك ده خد جزاته وراح عند اللي خالجه اما انت مصامنت حاسبني على حاجة مليش يدي فيها اني هبعد فترك ده ولما روج هبجرجع البيت لا يا طاعة واني مش عاوزك خلاص طلجني انت تجننتي عاوز انا طلجك يمكن لو كان ساعد عايش ما كنتش طلبت الطلاج كنت خفت تشك فيا اكتر انما دلوقت انا بطلب الطلاج وانا عارف ان ده القرار الصح يعني ده اخر كلام عندك طبعا اخر كلام وعن اذنك باجة عشان هروح لرحيم المستشفى الطمن عليه طب استنى وصلك اني كمان هروح له قطر خيرك انا بويا بعيت للسواج وزمانه مستنيني سلوة خلصت كلامها ومشيت وطاها وقف سرحان وحزين وهو بيقنب نفسه ان ظلمها وبعد شهر رحيم خرج من المستشفى وتحسنت حالته والكامل بدأت محاكمته وغزل رجعت من عند دخلتها في اسكندرية وام جميلة كانت في المستشفى نايمة على السرير بعد ما عملت العملية جميلة قربت منها وقالت حمد الله على سلامتك يا ماما الله يسلمك يا بيتي وانت يا رحيم قطر خيرك من انبارح وانت واجف معانا دواجبي جوم انت بالسلامة وما تجلجيش اني كويس هي مريم فين اني مش شايفاها دكتور ايمن كل شوية يتصل بيها دي ربع مرة اني بدأت ازهج على فكرة ده كاتب كتابها يعني ملهوش لازمة انك تبداي طيب انا مضطر اخد جميلة ونرجع البلد قطعته جميلة وقالت لا مش هينفع سيب ماما غير لما توجف على رجليها وترجع البيت ما تجلجيش اني ومريم مع ماما وانت رجعي مع جوزك وجودك اصلا ملهوش لازمة كفية عليكم كده احمد عنده حاج قطر خيركم اليومين اللي فاتوا تعبتوا معايا احمد قرب من رحيم وقال اني كنت عاوزك في كلمتين جده لوحدنا طلع معا رحيم برا القوضة وقال جول يا احمد لو محتاج فلوس ولا حاجة عرفني قطر خيرك الحمد لله مش محتاجين حاجة كفية انك رجعت فلوس ابويا ده حاجكم يا احمد وكان مفروض يرجع من زمان عشان جده اني كنت متعشم وكنت عاوز اجتلو بيدغتك سمر على سنة الله ورسوله ابتسم رحيم وحطي ايده على كدفه وقال واني مش هلاجح احسن منك لصمر اختي اول ما الحجة تجوم بالسلامة هستنكم نشرب الجهوة سوا قطعهم جميلة اللي قالت اني شايفة ان في بينكم اسرار ياريت تعرفوني وبسرعة اني كنت بطلب يد صمر من رحيم وهو وافج هقال في مبروك يا حبيبي انت وصمر ولاد حلال وتستهلوا بعض رحيم شدها بغيرة وقرب عليها وقال ما تقوليش لحد يا حبيبي غيري طيب يا احمد اني همشي وانت بجخلي بالك من مريم وماما جميلة ورحيم نزلوا من المستشفى ووقفوا قدام العربية وجميلة قالت كان لازم يعني تحرجني قدامهم وتصمم ان ارجع معك هو المفروض ارجع لوحدي بقولك يا جميلة دماغك الناشفة دي هكسارها طب جربك ده تلمسني وشوف انا هعمل ايه هتعملي ايه يعني هتضربيني لا مش هضربك بس هصوت ولم عليك الناس واجول انك خطفني ها رحيم ضحك وقال مجنونة وانا عارف انك تعمليها طب يلا عشان نلحق نرجع البلد قبل المغرب وفي قودة هدير وغزل اتكلمت غزل وقالت انا خسرت كل حاجة حتى جمال كمان خسرته ومعرفتش جمته الا لما بعدت عنه انت لسه جدامك فرصة حاولت اتكلمي معاه يمكن لما يعرف انك حامل يرجعك تاني بس ده طلقني يا هدير بعد ما رجعت هو بس من غضبه لما سبت البيت ومشيتي وهو ما يعرفش انت فين انا كنت جاعدة عن دخلتك في اسكندرية ومحدش كان يعرف غير امي اتكلمت هدير بحزن وقالت وهم ماتت واستهد كمان مات بلاش يا غزل نبعد عن بعض كفاية اللي حصل دخلت كريمة وقالت ايه هتفضلوا جاعدينك ده لوحديكم يلا تعالوا عشان نتغدى سوا بس يا مرة عم احنا خلاص ما نقدرش نرفع عينينا في وشكم ليه يا بتي بتقولك ده انتو زيكم زي صمر وسلوة وعمري ما هفرج بينكم ابدا انا كان ليه طلب عندك لو فعلا بتحبيني جولي يا غزل بس وحك تفتحي موضوع رحيم تاني لا انا كنت عاوزك تتكلمي مع جمالي رجعني انا حامل كريمة قربت منها وحضنتها وقالت الف مبروك يا حبيبتي ربنا يتمملك على خير وماله هتكلمه ربنا يهديه كلهم نزلوا على الصفرة وكان الكل متجمع واتكلموا عثمان وقال الحمد لله اننا تجمعنا من تاني بعد كل اللي حصل الحمد لله كل الحاجات اللي مرينا بها دي علمتني ازاي اعرف جيمة مرتي وعيالي امه الفين طاها هو ليه مرجعش الدار اعطاهم دخول طاها اللي قرب من جده وسلم عليه وقال ازايك يا جدي انا رجعت اهو حمد الله على سلامتك يا ولدي اجعد كرسيك فاضي سلوة وقفت وقالت انا شبعت انا رايحة قطي سلوة مشيت بسرعة قبل ما حد يعترض وطاها بصلها بحزن وقعد اكل معاهم وبعد كم شهر صحيت غزل من النوم وهي بتتقلم جات هدير تجري عليها وقالت في ايه مالك يا غزل انت تعبانة ولا ايه اني باين علي يا بولد روحي نادي المرات عمي فتحت كريمة الباب ودخلت وقالت انا كنت معدية من جدام الباب واسمعت صوتك انت فعلا بتولدي غزل ما بقتش قادرة تستحمل وصوطت جي جمال بسرعة وهو ملهوف وشالها وراحوا على المستشفى وبعد وقت خرجت الممرضة من العمليات وهي شايلة البيبي وقربت من جمال وقالت الطفل زي الجمر يتربف عيزكم طو منيني غزل عملة ايه الحمد لله كويسة شوية وهتلاقيها طلع القضتها الممرضة خلصت كلامها ومشيت وكريمة قربت من جمال وقالت اظن بعد ما مرتك ولدت جه الوقت اللي تسمحها فيه بس تاني يا ابني احنا هنعيش مرة واحدة واظن بعد اللي حصل انتم اللي اتنين تعلمتوا الدرس كويس يا سهل غزلت جنب السلامة وبعدين انا هبجى اتكلم معاها اوعدني انك تاخد مرتك وبنك في حضنك وتنسوا كل اللي فات العمر ما بيتعش غير مرة واحدة جمال هز راسه بالموافقة وسكت وكريمة اتكسمت وهي شايفان موافقة على كلامها وبعد كام شهر جميلة كانت قاعدة في مركب في النيل وراحيم معاها وقال تعرف يا جميلة اني حبيتك من اول مرة شفتك فيها بس انا كنت بشتغل عندكم وكتيها وهو برضو خلتي نجع في عشجك واني مش عارف امت او ازاي ده انت بجيت رومانسي باجا ما تاخديش عليك ده انا بس بجولي الكلام ده عشان الواد اللي في بطنك ده يعرف اني بحب امه جديه وايه عرفك باجا نواد انا عاوز اخلي في بيت لا احنا بنحب نكون اول خلفتنا رجالة ولو خلفت بيت هتعمل ايه يعني يا رحيم ولا حاجة هستناك لما تجيب الواد والحد هنا خلصت قصتنا اتمنى تكون عجبتكم استنوني في قصص تانية كتير دمتم فامان الله اشتركوا في القناة